مع وصول الأهل الزمالك إلى أبو زبي ننتظر تنافس شريف بين أشقاء تنافس مشرف على أرض الأشقاء اشتركوا في القناة الزمالك والأهل على أتم الاستعداد لمباراة كبيرة في السوبر المصري المباراة نتمناها محترمة مشرفة بين أكبر ناديين قرية وإقليمية الزمالك بغياب الوينش والأهل بغياب ديانج قادرين تعويض نجومهم بأسماء كبيرة وقائمة مليئة بالمواهب السوبر في كل العالم مباراة احتفالية يفوز من يفوز ويخسر من يخسر الأهم السورة تطلع حلوة خلونا نشجع ونساند وندعم واتمنى فوز فريقة طبعا واحترم المنافس الموضوع بسيط وممتع وحماسي خلوها تفضل كده وبس موسيقى يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 خلاص 48 ساعة أو أقل شوية وتبدأ مباراة القمة مباراة الزمالك والأهلي زمالك والأهلي في السوبر المصري مباراة على أرض أبو زبي ان شاء الله تبقى مباراة محترمة وممتعة ومثيرة وفيها كل حاجة حلوة في الكورة حلوة كل حاجة حلوة وبس فيه ناس تتحدث يقولك لو الزمالك خسر هذه المواجهة هيحصل وهيحصل وهتبقى دي بداية النهاية فيه ناس تقولك لو الأهلي خسر هذه المواجهة هل الأزمات تزيد ويحصل مشاكل وتحصل كوارس والمدرب يمشي والكلام ده كله لا السوبر في كل العالم ما بيبقاش كده السوبر في كل العالم هي مباراة رسمية صحيح سيح مباراة احتفالية لا تؤثر أبدا في شكل الموسم منشستر سيتي كان خسران الدرع الخيرية قبل بداية الموسم مباشرة اللي هو السوبر في انجلترا من ليفربول وانت اديك شايف منشستر سيتي فين وشايف الليفر فين في الدولي ملاحش علاقة ملاحش مقاييس ملاحش مين الأفضل أو مين الأسوأ أو مين اللي هيكمل الموسم سيء أو هيفضل خسران ومين اللي هيكمل الموسم كذبان طبعا بطولة وهتحسب للي هيكسبها وهي أصلا مباراة الكمة بطولة في حد ذاته مباراة الأهلي والزمالك الزمالك والأهلي بس خلونا نستمتع خلونا ننبسط طبعا طبعا تمنى فوز فريقك اقلق على فريقك قول يا رب نكسب ده طبيعي طبيعي بس من غير أفورة من غير مبالغات من غير لقدر الله أزمات خلونا المباراة تمشي حلوة وانا أعطاك ان شاء الله الأمور هتمشي حلوة الأمور هادئة الأمور لطيفة جمهير ان شاء الله في الاستاذة هتمل المدرجات كالعادة جمهير حلوة جمهير أهلي وجمهير الزمالك اللي بيبقى شكلهم حلو جمهور النادي الأهلي العظيم في الإمارات وفي كل حتة في الدنيا جمهور نادي الزمالك العظيم يشجعوا ويسندوا مدرجات حمراء ومدرجات بيضاء جماهير هنا من الأهل وجماهير هنا من الزمالك يهتفوا لفريقهم كل واحد يهتف لفريقه شجع فريقك ساند فريقك انسى الخصم انسى المنافس بمعنى أضق انسى انسى اللي قدامك لا تعمل أزمة لا تعمل مشكلة وتروح تتنرفز وتتعصف في المباراة تراح فرحان لو انت عايش مثلا في الأمراض لو مش مسافر من هناك كما انت شايف الأهل والزمالك شايف فرق مصرية موجودة على أرض الإمارات رايح تستمتع بيهم رايح تقضي يوم حلو انت واسرتك وصحابك رايح تنبسط لا تفكر انا هتضايق على مين ولا هتطول على مين ولا هعمل أزمة المين ولا هتخنيق مع مين ولا انا رايح النهاردة عشان ههاجم فلان وهانطقت فلان وهاشتن فلان ولا الهوى وهشجع فريقك انت مشجع أهلي اوه دول أهلي 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 تسعين دقيقة مشجع للزمالك زمالك 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 تسعين دقيقة لا يفرق معاك بقى مين اللعب اللي مدى أصلي مين ده اللعب ده أصلي عمل مش هيقول اللعب ده أصلي بيعمل ايه أصلا أنا هحاول بقى ايه أهز المنافس ان أنا روح ما هاجمه انسى شجع فريق طيب هقول هالك بطريقة ما فيهاش تنظير شوية عشان برضو أنا عارف ان الكلام ده أحيانا للمشاجع كرة المتطرفة والمتعصب اوه دوت يقول لك لا يا عم فكك ما تكلمنيش الكلام ده أنا عايز أهاجم المنافس لا أقول لك ببساطة لاعب فريقك تعالي ندي مثال تعالي ندي مثال أمثلة سهلة يعني أفشة هنا وشكبالة هنا أفشة في الأهلي وشكبالة هنا هل أفشة هيبقى مبسوط أكتر من جمهور النادي الأهلي وهو مثلا يعني يهاجم شكبالة؟ لا هيبقى مبسوط أكتر بكتير لو جمهور النادي الأهلي قعدت تشجعه وتنده بإسمه أكيد وهتحفزه وهتحمسه والنحة التانية جمهور النادي الزمالك أو شيكبالة هيبقى مبسوط لو جمهور النادي الزمالك مثلا بيهتف ضد أفشة لا هيبقى مبسوط أكتر لو جمهور النادي الزمالك عملا تقول شيكبالة وبتشجعه فاللعب بتاع فريق هيبقى محتاج تشجعك ليه مش الهداف ضد لعب الخصم أو لعب المنافس فكر فيها بالطريقة دي هتلاقي نفسك رايح بتشجع في لئتك وبس ببساطة شديد طيب إيه اللي بيحصل في الزمالك قبل مباراة القمة قبل ساعات من هذه المواجهة تعالوا نبدأ بالنادي الأهلي ونشوف اللي بيحصل في النادي الأهلي في الكواليس قبل هذه المواجهة تعالوا نشوف في النادي الأهلي ما يدور قبل القمة مرسي كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية عقد جلسة مع اللاعبين أكد لهم خلالها أنه سيدخل السوبر مبادرا بالهجوم على دفاع الزمالك وأنه يريد أن يعطي انتباعا لدى الجميع بأن الأهلي يلعب على الفوز من الديئة الأولى وأن المبادرة من عنده ولكن مع ذلك أكد على التأمين الدفاع الجايد والحذر من ارتداد لعب الزمالك يعني الأهلي هيضغط الضغط العالي اللي عملوا مع مرسي كولر في كل المباريات الضغط العالي هيهاجم من الديئة الأولى كمان مرسي كولر قبل سفر الأهلي الأمارات قام بتجهيز بعض الفيديوهات الخاصة لسلسة لعبين في الزمالك هم أحمد مصطفى زيزو وإمام عشور وسيف الجزيرة وقام بعرضها على لعبي النادي الأهلي وخصوصا الوسط والدفاع حيث حذر المدرب السويسي لعب النادي الأهلي من اختراقات زيزو وتزديدات إمام عشور ورأسيات الجزيرة بالمناسبة خليك معايا بس قبل ما كمل إنه لما تيجي أقولك الجملة دي هتقول لي يعني هو لعب النادي الأهلي ما يعرفوش زيزو يعني ما يعرفوش إمام عشور ما يعرفوش سيف الجزيرة هو حرك مثلا انت كيبت لنا كده الكواليس العظيمة يعني مثلا مارس الكوروة بيقول لهم خدوا بالكم من زيزو واختراقات وهم مش فاهمين الكلام ده وما بفرجوش على زيزو ما كل الناس عارفة الكلام ده لا المدرب هنا بقى بيعمل إيه بيبدأ يجيب حالات عش كي قلت لك الفيديوهات بيبدأ يجيب حالات ويقطع حالات دي واحدة واحدة هو إزاي زيزو بيهرب من المدافعين هو زيزو بيستلم الكورة بشكل جيد فأني منطقة في الملعب طب احنا لو قفلنا عليه بمدافع هيبقى محتاج انت كمان الريد باك أو الليفت باك يبقى معاه ووسط الملعب يبقى موجود فين طب هو إمتى بيهرب في العمق لما مين بيستلم الكورة فيه تفاصيل كبيرة جدا فنية غير الحاجات المجردة بيقعد يشرحها عن لعب لعب في المنافس وبالمناسبة بيشرح للعبيه هذه الأمور بنفس الطريقة احنا ممكن نشوف اللمسة الأخيرة نشوف الحركة الأخيرة نشوف اللاعب بشكل هو عمل ايه بشكل مباشر لكن قبل اللي بيعمله أو قبل الأكشن اللي خده تصويبة تزديدة تواجه في منطقة الجزاء الرأسية بيبقى فيه تفاصيل فنية كثيرة ده اللي بيشرحه المدرب للعبيه تعالوا نكمل مارسيكولا عقد جلسة خاصة مع البرازيلي برونوسافيو قال له نصا مباراة السوبر مهمة للغاية كونها مباراة جمهرية وما علمته أن جميل النادي الأعلي ستتواجد بكسافة في المدرجات وهي فرصتك لتقديم أوراق اعتمادك في مباراة كبيرة مثل السوبر وتثبت للجميع أنك لاعب كبير ده اللي بيدور في النادي الأعلي لسه في حاجة تانية والله خلاص كده ماشي جعل نروح للزمالك ايه اللي بيدور في نادي الزمالك قبل القمة سنايا عمر السيسي وعمر جابر انضم لصفوف المعسكة الأبيض في الإمارات خلال الساعات الماضية وشارك في النصف ساعة الأخيرة بمران الفريق اليوم حيث أن السنائي لم يسافر مع البعثة يوم السلساء أمير مرتضى منصور المشرف على كرب نادي الزمالك منع الزيارات لمقر الفريق في الإمارات كما منع تواجد أعضاء مجلس الإدارة والجمهير بالمنطقة المحيطة من غرف اللاعبين وذلك لفرض مزيد من الالتزام والتركيز على الفريق كمان البرتغالي جسفالدو فريرا المدير الفني للزمالك عقد جلسة مع لعيب الفريق اللهم فيها الموسم الماضي انتهى بكل ما فيه الأمر الجيد هو حصد لقبي الدوري والكأس والأمر المحزن هو خسارة بطولة أفريقيا الآن نحن في موسم جديد ويجب حصد بطولة السوبر لأن جميل الزمالك لن ترحم أحد لأنها تصلحق الفرحة ده كان كلام فريدة وأما يدور فيه نادي الزمالك والأهلي قبل هذه المباراة مباراة السوبر طيب إيه اللي أقدمه النادي الأهلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي وإيه اللي أقدمه كمان نادي الزمالك حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي تعالوا نشوف النادي الأهلي الأهلي لعب أربع مباريات فاس في أربع مباريات سجل ستة هدفه لم يستقبل أي هدف نحن نتكلم على الدوري ودوري أبطال أفاق مباراتين هنا ومباراتين هنا نادي الزمالك جال نادي الزمالك ماشي ماشي الاول الالي هدفه النادي الالي حتى يزل اللحظة حمدي فتحي هدفين محمد عبد المنم هدف محمد عبدالعادر هدف شدي حسين هدف وعلي معلول هدف اما الزمالك في الموسم الحالي فلعب سبع مباراة فاس في ستة وخسر مباراة واحدة سجل خمستاشر هدف استقبل هدفين مباراة النادي الزمالك في الموسم الحالي الهلال السعودي مع نادي الزمالك خسرنا نادي الزمالك بطرابات الترجيح أربعة واحد وكسب الكتسبورت اتنين سفر وكسب في العودة الكتسبورت اتنين سفر أيضا فاز على فلمبو واحد سفر وفي مباراة العودة فاز عليهم خمسة واحد فاز على سموحة في الدورة اتنين سفر وبنفس النتيجة فاز على سيراميكا كيليو باطرا دي نتائج الزمالك في هذا الموسم الموسم الحالي قبل السوبر لسا مكملين هدافنا دي الزمالك هم زيزوا طبعا باكتساح ستة هداف برايمن وضاي هدف سامسون هدف حسام عبد المجيد هدف والوينش هدف دي الحكاية قبل القمة قبل السوبر السوبر المصري مباراة الاهلي والزمالك مباراة ان شاء الله نتمناها مباراة كبيرة وممتعة بين فريقين محترمين ومحترمين جدا طيب نكمل مع حضرتكم اخبارنا النهاردة وفي اخبار مهمة جدا ولا قبل الاخبار ناخد من الامارات زي مننا العزيز محمد مطوع من جانب معسكر نادي الزمالك محمد مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا حبيب يا غريم انت المشرف ومنور ومساء الخير عليك وعلى كل متابعينك في موصلة كل الدول اخبارك كله تمام احكي لي الوضع بالنسبة لي معسكر نادي الزمالك حتى هذه اللحظة طيب نبدأ بس نقول كريم يعني من الاشقاء هنا في الامارات يعني ما فيش اي تأثير من جانبهم كالعاد كل حاجة وكل دعم يعني في المعسكرين يعني انا بالمناسبة روحت النهاردة الدور كنت عند معسكر الاهلي شفت كمية التجهيزات والامور برضو كل شغالة مع النادي الاهلي فيعني الناس هنا عاملين ترتيبات وبإذن الله يخرجوا السوبر يوم الجمعة في أبها الصورة يعني مستنيين بس أداء لعيبة الزمالك والأهلي على أرض الملع بالنسبة لمعسكر الزمالك طبعا تعرف ان الزمالك مبارح وصل متأخر شوية بسبب تأخر اقلاع الطائرة بتاعته وخنفريره أصر على التدريب الساعة 7 مبارح وعمل تدريب خفيف النهاردة كان التمران التاني في نفس الملعب ملعب في مدينة العين اسمه ملعب تحنون بن محمد أو الجطارة زي ما بيسموه التمرين قاعد من 7 لربع تقريبا لحد 8-8 ساعة ونص تقريبا وكان شهد التدريب النهاردة الأول مرة ووجود السنائي عمر جابر وعمر السيسي اللي ما سافلوش مع الزمالك مبارح بسبب وجود بعض المشاكل الخاصة بيهم في ورق التجهيد وكده والتأشيرة بتاعتهم فوصلوا النهاردة في طيارة كانت وسط الإمارات أو العين تحديدا الساعة أبوظالي الساعة 4 ونص وهم يعني على بعاد التدريب على طول وكان أول تدريب ليهم ويمكن لحقه وآخر نص ساعة تدريب الزمالك هاي الجدل طيب ايه هو بقى تشكيل المتوقع لهذه المواجهة على ضوء التدريبات تدريبات العمالة الزمالك وعلى ضوء طبعا كوربا كمين معسكر نادي الزمالك طيب هو تشكيل المتوقع بحكم يعني اللي شايفينه وبحكم يعني السياسة فريرة المستمرة التشكيل مش هيخرج عن محمد عواد فحراسة المرمى حمزة المسلوسي ومحمد عبدالغني وحسام عبدالغنيت هيكون موجود وين طبعا في ظل غياب محمود الوينش بالنسبة كبيرة هيبدأ سيد عبدالله ان المر على حساب عمر جابر بسبب ان عمر منحيش حتى تدريب النهاردة بسيط منه ومش هيقدر يتمرر نهربكرة وده بالنسبة للفريرة ما بيبقاش امر مقبول او يعني طبيعي بالنسبة لن نلعيجة مرة انت برينا واحده في الاخر يشارك في المباريات فبالنسبة كبيرة هيكون سيد عبدالله نمار والناحية التانية هيبقى احمد فتوح نص الملعب هيبقى اشرف رؤى زكريا الوردي وامام عشور وبرضه كان فيه يعني كان عمر السيسي مرشح بقوة ان يبدأ لكن حتة غيابه هو الاخر دي ابعدته عن الحسابات ان يبدأ بشكل أساسي وهيبقى قدام احمد مصطفى زيزو واسيف الجزيري عظيم ما فيش ايه مفاجآت يعني لا لا ما فيش مفاجآت يمكن حتى برينا النهاردة يمكن نقوله برضو كل الناس يعني يمتكلم مع اللعيبة يتكلم ان نقول لهم ان الموسم الماضي انتهى بحلو امور وحتى اللعيبة كانت مندهشة بكلمة باموره دي خاصة ان هم فيزين بالدور ويركاس والامور بالنسبة لهم في افضل صورة قال لهم الحلو بالنسبة لنا ان احنا خدنا دور ويركاس امور ان احنا كان يعني زي فيه خيبة او فيه ان احنا ما قدرناش نحصل بطولة افريقيا اللي هي هدف من اهدفنا السنة احنا بدفدأ موسم جديد الصوبة فعايزين يبقى فيه صورة افضل نقدمها للجمهور اللي هيكون موجود في الاستاذ والجمهور اللي بنشجع الزبالك في كل مكان ونبدأ بطولة قوية على حساب نادي كبير غير نادي الاهل الزميل العزيز محمد مطوع من الامارات انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه المعلومات من معسكر نادي الزمالك طيب نروح لتشكيل الفرقين المتوقع لهذه المواجهة هو متوقع لتشكيل نادي الزمالك اما تشكيل نادي الاهل المتوقع فهو كالتالي محمد الشناوي في حراسة المرمى وفي خط الدفاع علي معلول ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم واكرم توفيق وفي خط الوسط حمد فتح وعمر السلاء طبعا في غياب اليدينج وفي الامام احمد عبدالقادر وبرونو سافي وطاهر محمد طاهر وشادي حسين هذا هو التشكيل الاكرب جدا للنادي الاهلي في هذه المواجهة مواجهة نادي الزمالك اما تشكيل نادي الزمالك تشكيلنا احنا بقى المتوقع مش تشكيل محمد مطوع اللي غالبا هيبه هو هو كالتالي محمد عواد في حراسة المرمى حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغاني وحمزة المسلوسي السلاسي في الدفاع سيد نمار على اليمين احمد فتوح على الشمال ومحمد اشرف روقة وزكريا الوردي وامام عشور ثم سيف الجزيري واحمد مصطفى زيزو ده تشكيل نادي الزمالك اللي قاله مطوع منذ لحظات ايضا وتشكيل النادي الاهلي من جانب الاخر روحنا لمعسكر نادي الزمالك نروح لمعسكر النادي الاهلي وزاملنا العزيز العزيز جدا محمد عراقي من الامارات محمد مشرف ومنور سعيد دايما بتواجدك معاي حبيب يا كريم اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك ومتعلق كلاعادي يا حبيبي اخبارك ايه قولي الاجواء عندك عاملت ازاي والله ايه الاجواء هنا يعني حاجة تشرف يعني بجد اهتمام كبير جدا جدا بالاخر طبعا بالمباراة شغل على قدم الوصاق طبعا لاخراج المباراة بافضل شكل ممكن احنا كنا في ملعب المباراة تقريبا من الضغر لحد دلوقتي مجلس ابو ظابي كله تقريبا في الملعب تجهيز الملعب تجهيز الحاجات المجلسية المباراة دوكل الجماهير كل حاجة تخص المباراة ممكن الشغل عليها بادي ممكن احنا بكلمك ملعب قدامي ممكن احنا في الفندو اللي قدام الملعب على طول ملعب بطراحة يعني نجلته حتى نجيلها محترمة 25 ألف متفرج يجب تذاكر ابعت بالكامل بكرا ان شاء الله يكون الاجتماع الفني ساعة 11 طبعا في لغة كبيرة حوالين ارتداء الفريقين اللون ايه انا بقول لك لسه ما فيش اي حاجة لسمية بالموضوع ده ولكن اكيد اللي زمالك هو اللي اختار بما انه صاحب المباراة لانه وطن الدوري هو اللي اختار الاول لو زمالك اختار ابيض وهو ده الاعرب الاهل يلعب بالأحمر يعني اصد النبس بالكامل الزمالك يلعب ابيض بالكامل والاهل يلعب احمر بالكامل ده الاعرب لحد دلوقتي ولكن بالأكيد اللي زمالك بقنا هو اللي هيحدث نبسه وبناء عليه الاهل هيحدث نبسه بعد ما زمالك يختار بما ان زمالك صاحب المباراة لاتماع الفني اللي كولر هيكون الساعة 2 للزمالك ساعة 2 ونص والتدريب برضو مفتوح جزء منه وساعة فتة وساعة 7 ساعة للأهل او الزمالك لانهم الفنيتين هيتمرنوا على ملعب المباراة بقنا ان شاء الله عظيم جدا طيب سؤالي لك الآن وهو متعلق بالتشغيل المتوقع للنادي الاهلي في هذه المواجهة هل حقيقي ان احمد عبدالعاد ممكن يبقى بعيد عن هذه المواجهة ولا هيبقى موجود أساسيا لا احمد عبدالعاد الكلام كتير طول الوقت ان هو ممكن ما بقاش لعيب في الاهلي أساسي انهم ما بيظهرش بأفضل شكل ولكن الناس شايفة حاجة ولكن كولر بيشوف دائما نفحنا عبدالعاد لعيب كبير لعيب بالنزال وبناثب جدا جدا من طريقته طبعا نضاش نقول ان احمد عبدالعاد بعيد ولكن اللي بيقوله ان فيه منافس شرفة بين أكثر من لعيب على حجز المكان أساسي في التشكيل الأساسية تشكيل كولر كلها معروفة لنا كلنا كولر من المدربين اللي بيعهو بشكل اكباري شوية بعد قابة ديان على أبو عمر السلائي وعلى أبحمد فتحي بنسبة خط الهجوم سابيو سيكون موجود أكيد أحمد عبدالعاد بردو بنسبة كبيرة هيكون موجود قائر محمد طاهر يعطيه بردو لعيب أساسي بشكل كبير بالنسبة في النادي الأهلي وسابيو وشاد حسين بردو بنسبة كبيرة هيكون موجودين دائما في التشكيلة القارب في النادي خلال دائق عدد دائق كبير في المباراة طيب أنا عرف أن كل الحاضر شاد حسين أولوية دائما في السلاسي الهجومي في النادي بس هل ممكن يحط محمد شريف يعني بفكرة أنه خبراته وأهدافه ضد نادي الزمال وكعبه عالي بالضبط هل ممكن محمد شريف هو الأساسي ما أعتقدش ما أعتقدش أكريم أنه قولر بيفكر بالتشكيل أو رغي برضو بيفكر أكتر في اللي يخصه يعني أو اللي يشافه بعينيه أولا حد دلوقتي من هو يتظره أن شاد حسين هو اللعيب اللي بيستغر للفرص اللعيب اللي بيقدر يتعلق معه بشكل كبير ده ما يعنيش أن محمد شريف مش ظاهر بشكل كويس برضو وراجل بيحاول بأقصى جهد أنه يرجع تليل التشكيلة الأساسية ولكن لحد دلوقتي شاد حسين هو الأعرب أبي يلاقي منافسة طبعا من محمد شريف ولكن شاد حسين هو اللي حظوظه أعرب ممكن يقول بنزل 70% سيكون هو المهاجم الأساسية أرأي معلوماتك هل اللي هيدين للمباراة طاقم تحكيم أوروبي ولا طاقم تحكيم من الإمارات والله لحد عشر دائق بس من مكلمك كان طاقم تحكيم أوروبي ولكن هو فيه زي يقوله كده أو فيه خيار أول وخيار تاني فيه طاقم تحكيم أوروبي موجود بالفعل ممكن بس يكون فيه مشكلة ده اللي أنا عرفته في المحاضرات الأخيرة وأنا قبل ما أكلمك حتى ولكن فيه بقى طاقم أماراتي ستند باي للموضوع ولكن لحد دلوقتي المعلومة أنه هو طاقم أوروبي وسأسمعت أنه ممكن يكون فيه مشكلة شوية في استخدامه خاصة بالتغيران أو كده الطاقم الأماراتي هي جاهز ولكن الاتنين جاهزين الطاقمين متحددين سواء الطاقم الأوروبي أو الطاقم الأماراتي الطاقم الأوروبي من دولة أوروبية كبيرة يعني من خمس دولات الكبرى إنجليزي فرنسي إطالي لا لا ما عندناش معلومة يعني ما فيش أي معلومات لكن برج فارد تياج مستريح حول الموضوع ده فبالتالي البلد لا لا ما نعرفش ولكن بيتم تجيز طاقم أوروبي ده أمر أكيد وبرضو معايا الطاقم الأماراتي تحت سوبر لأي موقف الزميل عزيز محمد دعراء من الأمارات بشكرك شكرا جزيلا كالعادة معلومات رائعة ومميزة من معسكر النادي الأهلي ومن الأجواء ما قبل هذه القمة طيب في خبر مهم قبل ما نروح لتاري أو تعالوا نروح التاريخ الأول وبعاك كده هرجع أقول لكم الخبر المهم عشان الخبر ما لهش علاقة بالسوبر والتارير من جديد يعود الأهل والزمالك إلى ملعب هزع بن زايد بمدينة العين الإماراتية للتنافس على لقب كأس السوبر المصري وهو الملعب الذي شهد أولى الجاولات بين الفريقين في سباق الحصول على اللقب من خارج الحدود المصرية مباراة القمة المقبلة في السوبر المصري هي الرابعة في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة التي تقام في دولة الإمارات العربية حيث سبق وأن التقى الفريقان من قبل في ثلاث مناسبات بالإمارات كانت البداية من العين وملعب هزع بن زايد الذي يشهد تتويج المارد الأحمر باللقب عام 2015 بعد سيناريو مثير في ملعب المباراة والتي كان الزمالك هو المتقدم فيها بالنتيجة وأمامه فرصة لإضافة الهدف الثاني وجاءت له من ركلة جزاء لكن كهربا الذي كان يلعب بالقميص الأبيض وقتها أهدر الركلة وانقلبت المباراة باتجاه الأهلي الذي لم يفوت الفرصة وتعادل وتقدم عن طريق عبدالله السعيد وسجل الثالث برأس مؤمن زكريا المباراة الثانية كانت في سوبر 2016 والذي لعب في 2017 وأقيم على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة وفي هذه المرة نجح الفارس الأبيض في خطف اللقب بركلات الجزاء الترجحية بعد تألق حارسه جنش وفي بداية عام 2020 عاد الفريقان من جديد على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة مرة أخرى وكرر الزمالك نفس السيناريو حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي تألق فيها محمد أبو جبل وأهدى الكأس لأبناء ميت عقبة بعد هذه المواجهات نجد أن الفوز لا يعرف الطريق للأهلي إلا في ملعب هزاع بن زايد بينما يحقق الزمالك انتصاراته على ملعب محمد بن زايد ويبقى السؤال في هذه المرة هل يكون ملعب هزاع وش السعد على الأهلي من جديد؟ أم يحقق الزمالك فيه أول ألقابه؟ إن شاء الله مباراة ممتعة ومباراة كبيرة النهاردة منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية وصل لنهاية كأس الأهم الأفريقية وتأهل لأول مرة في تاريخه لكأس العالم إنجاز عظيم وإنجاز رائع إن شاء الله كمان يحصدوا لقب البطولة الأفريقية ده خبر جميل وممتعة قبل مهم اللي قلت لكم عليه قبل التقارير مهم عشان هو مهم مهم ليه بقى؟ عشان نتكلم عنه في حدوتة كده حلو اتحاد الكرة النهاردة نزل بيان هو نشر بيان يعني وقال فيه إنه اتحاد الكرة يدعم ده عنوان البيان اتحاد الكرة يدعم كلاتنبرج اتحاد الكرة يدعم كلاتنبرج ميش؟ خبر بقى خبر فيه مشو معي بس واحدة واحدة وحاول اقراءه نصا عشان بعد كده هاوصل لنقطة مهمة ألج اتحاد الكرة في بيان رسمي النهاردة أكد على ثقته في لجنة الحكام الحالية والإنجليزي مارك كلاتنبرج المسؤول عن منظومة التحكيم المصري وقال الاتحاد أن جمال علام رئيس الاتحاد عقد اجتماع مع كلاتنبرج ولجنة الحكام نقل خلالها دعم المجلس بالكامل اللاهوة للتجربة التي يقودها لتطوير التحكيم المصري والنهوط به للحفاظ على الرياضة المصرية في مجال التحكيم خلال اللي جاي بقى ويناشد الاتحاد المصري لكرة القدم الإعلام الرياضي المسموع والمقروء والمرئي الاستمرار في دعم الحكام المصريين والتمسك بالمصداقية والموضوعية عند تناول أخبار الحكام منعا للفتنة والواقعة بين الجماهير وأن يضع الجميع في اعتباره أيضا أن أخطاء التحكيم ستظل جزءا من لعبة كرة القدم مهما تمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة يا سيدي الكلام اللي مكتوب في البيان ده كلام مثالي ورائع ورائع من اتحاد الكرة كل حرف وكل كلمة في هذا البيان كلام يستحق عليه اتحاد الكرة كل التحية كل التحية إصدار البيان ده أصلا بقى لا يستحق اتحاد الكرة عليه أي تحية تركز معاي الكلام اللي في البيان حلو إنك تصدر البيان زي ده غلط غلط هوا مين قال لك إنك هواكلات محتاج دعم محتاج مساندة هوا أنت مش ماضية معها عقد وراجل ده مش مكمل شغله أو المفروض يعني والطبيعة أو الاحترافية بيقول إن راجل لمكمل شغله حضرتك بتحسسنا ليه بالشك ده أنت حسيني النهاردة أنت كده بتفكر تماشي كلاتنبرج أنا مكنش أعرف يعني ما عرفش إن فيه مشكلة ولا فيه أزمة يعني بالكلام ده حسيني إن فيه أزمة هو فين الأزمة معادي أنا ممكن بالمناسبة ممكن أطلع النهاردة أقول إيه إتحاد الكرة يادرس قالت كلاتنبرج والتحاد الكرة أصلاً ما يكونش في دماغه الكلام ده ولا يهمك بقى من كلامش ولا كني قلت حاجة هوى أنت الراجل معاك واحد مسؤول عن التحكيم ماضي مع عقد بيتسنده بتدعمه أنا عايزة تسنده وتدعمه إزاي بقى إنك توفر مستحقات الحكام إنك توزع الحكام بشكل كويس إن الحكام يتعاملوا معاملة جيدة في المباريات إن الحكام يعرفوا يبقى عندهم وسائل تنقل للمباريات إن الحكام يعني تفاصيل دعم حقيقي لمنظومة التحكيم لكن الدعم بالكلام ده لا مش محتاج يعني إنت كتحاد الكرة مش محتاج تعمل كده ما صح إنت لازم تدعم الراجل وتسنده بس ممكن دايبة في الغرف المغلاقة أصلاً ومش محتاج يعني مش محتاج فاكرين أنت الجملة زماني يتقول لك إيه تحاد الكرة أو أي إدارة تجدد السقة في المدرب تجدد السقة في رئيس لجل المسابقات تجدد ليه أصلاً يعني تجدد التجديد ده ورق أو قود لما العاد يخلص تبقى تجدده يعني ايه تجدد السقة دي أصلاً في جمل كده إحنا كل شوية بقى تكلشهاد بقى دماء تقيل وبالمناسبة بقى بالمناسبة على مدار شغلي الصحفي والإعلامي مش الطويل قوي يعني بس الجزء اللي أنا عاشته يعني في الصحافة وفي الإعلام أول ما بسمع كلمة دعم فلان المدير الفني ولا دعم رئيس اللجنة ولا تجديد السقة في المدير الفني ولا تجديد السقة في اللجنة بعدها ما فيش بفترة قريبة بيكون ماشي بالمناسبة يعني يعني فيه ألف سابقة قبل كده فهذا حراك ما تعملش كده ما تعملش كده الكلام حلو اللي مكتوف في البهن بس مش المفروض تقوله مش المفروض يحصل ما تحسنش أنه أنت مهزوز ما تحسنش الراجل نفسه أنه هو أصلا في موقف هجوم أو انتقاد أو تقييم ما تعملش كده سيب اللي يتكلم يتكلم سيب اللي يقول يقول سيب اللي يتوقع يتوقع سيب اللي يجتهد يجتهد بس أنت امشي بشكل احترافك التحاد كورة احترافك ده معناه إيه أن الراجل ده جبته عشان يتولى مسؤولية التحكيم موجودة في البيان بتاعت حاد الكورة وانا أقولها قبل كده مئة مرة هل أخطاء الحكام هتخلص بوجود كلاة مبرج مستحيل هل أزمات التحكيم هتخلص بوجود كلاة مبرج مستحيل إحنا بنقول إيه تقل يحصل تطوير بس الأخطاء هتفضل موجودة الأخطاء موجودة في الدول الإنجليزي الممتاز أهم دوري في العالم موجودة موجودة في دورة أبطال أوروبا موجودة فأنت ما تبدأتش بقى تبقى حاسس إنك تحت نقض وهجوم والكلام ده عشان أنت بتدي الفرصة كمان لآخرين إنه لا خلاص فرصة هم بيتدايقوا من الكلام ده طب كلاة مبرج ماشي طب أنتو متضعوش كلاة مبرج طب كلاة مبرج عنده مشاكل أنت اللي بتصدر للناس إنه فيه أزمة تعملش كده عشان كده أخطركم إن الخبر ده مهم عشان أتمنى ده بشكل عام يعني بيش تقول لي نحن نجدد الثقة في فيتوريا نحن ندعم كلاة مبرج وندعم عامر حسين وندعم يا سيدي الناس بتشتغل إحنا بقى دورنا إيه إعلام وجماهير وخلافه شو هننتقد وشو هندعم وشو هنساند وشو هنقول ده غلط وشو هنقول ده صح انت مكش دعو بيه بقى عيش بمعنى إيه بمعنى إنه إدارة منشستر وناتن مثلا منشستر سيتي بيب جورديولا خصر دوري أبطال أوروبا فإدارة منشستر سيتي ما تلاقيتش قالت نحن نجدد الثقة في بيب جورديولا مراجب تكمل عقده مش محتاج أه اتحاد الفرنسي منتخب فرنسا خصر مباراة ودية اللي اتحاد الفرنسي يجدد الثقة في ديشام قبل كأس العالم مش محتاج في عقد شغاله وهايكمل مراجبش أنا بقى عاود أتوقع بقى أقول إيه ديشام شكله ههمش تصوروا طب تصوروا زين الدينس ده ممكن هو اللي يدرب كأس العالم يدرب فرنسا بعد كأس العالم أنا بقى كإعلامي أو مشجأ أو خلاف أعد أتوقع بقى براحتي أنت بتشتغل شغلك ملاكش دعوة باية من بعيد عشان أنت بتشككني لما تطلع بيانات زي دي بتبدأ تشككني أنه فيه مشكلة يعني ما كنتش عارف أنه فيه مشكلة دلوقتي لما أنت نزلت البيان حسيت أنه فيه أزمة بتدور جوه ليه يعني بيقول في النص أجماعة ده غلط ده حتى في شغل البي آر أو منظومة الإعلامية أو خلافه ده غلط اللي أنت بتعمله ده غلط أصلا يدرك مايفيدكش نروح ليه النتائج مباراة دوري أبطال أوروبا اليوم الجولة الخامسة في المجموعة الأولى ليفربول فاز على آيكس ونجمنا المصري الكبير محمد صلاح سجل هدف وصناع هدف الهدف الأولاني الهدف الأول ليفربول كان حلوة حلاوة من محمد صلاح حاجة رائعة متعيبت أنا كلام عن محمد صلاح أغنيه كل أو أغنيه كل شيء ويستحق طبعا يعني كلين أغنيه طول الوقت ونهود نهدف له نابولي النهاردة متوحش نابولي في دور أبطال أوروبا وفي الدور الإطالي فاز على رينجرس 3-0 ومتصدر مجموعته قبل ليفربول بسلاث نقاط عشان ليفربول يتصدر هذه المجموعة لازم يكسب المباراة الجاية نابولي في أنفلد بلاس فور أو أربعة أو أكتر طيب المجموعة الثانية بورتو فاز على كلوب بروش 4-0 وأثلتكم مادريد 2-2 بايل ليفر كوزين ها فينا لحظة ها فينا لحظة أثلتكم مادريد وبايل ليفر كوزين اتعادلوا 2-2 أثلتكم النهاردة النتيجة دي خرجيته من دور أبطال أوروبا ووديته لأوروبا ليج طيب أثلتكم مادريد كان محتاج إيه عشان يكمل في دور أبطال أوروبا كان محتاج يكسب حصيت حاجة درامية أوش دراما كاملة طبعا أنا معيش الرئيس عشان أجيب لكم اللقطة بس يعني هشرحها لكم يعني الحكم صفر فالفور رجعوا صفر بنهاية المباراة تعالوا لتنين-تنين فالحكم الفور رجعوا قالوا لأ ده فيه دربة جزاء لأتلتكم مادريد فرجعوا الفرقتين عشان أتلتكم مادريد يلعب ضربة الجزاء اللي هتحي أماله في بطول الدور أبطال أوروبا فوز ثلاثة اتنين مش في الثانية أخيرة هتضربة جزاء هتشاط الحكم ما يسفر راح جراسكو شاط ضربة الجزاء فالحارس يصدها دراما فتيجي لساول لعبة أتلتكم مادريد يشوتها تيجي في العرضة تيجي اللعب تالي فأتلتكم مادريد يشوتها وجون فاضي فالدفاع يلحقها دفاع في بايل ليفاركوزين ويطلع الكرة دراما كاملة مشهد ما تتمنيوش لفريقك مشهد مرعب في الكرة مرعب بصراحة مرعب يتعب يعني ده حصل في أتلتكم مادريد مبرات أتلتكم مادريد وبايل ليفاركوزين في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا انتر فاز على فيكتوريا بيلزن 4-0 ومنع المعجزة بالنسبة لبرشلونة وإن كان يعني برشلونة ما كانش محتاج المعجزة ديت عشان بايل بعدها على طول فاز على برشلونة 3-0 وبرشلونة إلى الدوري الأوروبي روبا ليج برشلونة في مأساف البطولة دي بصراحة نتائجه كارثية في المجموعة الرابعة انتراكت فرانكفورت فاز 2-1 على مرسيليا وتوتن هامت عادة الإجابان 1-1 مع سبورتينج لشبونا طعا طعا نشوف ترتيب المجموعات بعد الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا هي كالتالية يالله يارب تكون جاهزة معنا على طول يالله يالله المجموعة الأولى نابولي في المرتبة الأولى بـ 15 نقطة كم بقى سجل كم هدف 20 هدف في 5 مباريات يعني بمعدل 4 أهداف في كل مباراة رقم قياسي على فكرة نابولي أكتر فريق سجل في تاريخ مجموعة دوري أبطال أوروبا فريق مش طبيعي مع سبالت بصراحة ليفربول في المركز الثاني بـ 12 نقطة وزي ما قلت لكم هم محتاج يسجل بلاس فور يعني أكتر من أربع أهداف أو أربع أهداف نظيفة على نابولي في المباراة القادمة عشان يتصدر المجموعة أياكس في المركز الثالث بـ 3 نقاط ورينجرز في المركز الأخير بلا نقاط عشان كده غالبا أياكس في الدولة الأوروبي كروب روج بلجيكي واحدة واحدة من أهم مفاجئات هذه البطولة حتى الآن 10 نقاط في صدارة مجموعته بورتو في المركز الثاني بتسع نقاط أتلاكو مادريد في المركز الثالث بخمس نقاط وفقد حزوزه تماما ولمنافسة بينه وبين باير ليفاركوزن صاحب المركز الأخير بربع نقاط على بطاقة التياهل الدوري الأوروبي باير ميونيخ في صدارة مجموعته بخمستاشر نقطة المجموعة ثم انتر في المركز الثاني بعشر نقاط وبرشلونا اللي راح خلاص الدولة الأوروبي في المركز الثالث بربع نقاط فقط كارثة كارثة مع تشافي بصراحة وفكتوريا بلزن طبعا في المركز الأخير توتنهام في صدارة مجموعته بثمان نقاط سبورتينج بسبع نقاط في المركز الثاني وفرانكفورت انتراكت فرانكفورت في المركز الثالث بسبع نقاط وأخيرا مارسيليا بست نقاط في المركز الثالث ومجموعة نارية نارية اللي بعده تشيلسي في الصدارة بعشر نقاط ميلا في المركز الثاني بسبع نقاط سالس بورج بست نقاط ودينمو زغري بأخيرا بأربع نقاط والأمور هنا مش محسومة سوى لتشيلسي تأهل لي المرحلة القادمة هذه المجموعة فيها ريال مادريد في الصدارة بعشر نقاط لايبزيج العلماني لايبزيج عظيم على فكرة مع فرنر وانكونكو وانكونكو ده على فكرة هيبقى واحد من أحسن لعبي العالم قريب جدا يعني لايبزيج بتسع نقاط شختار في المركز الثالث بست نقاط وأخيرا سلتك لسكوتلندي بنقطتين فقط منشستر سيتي لعب يعني بتشكيلها فيها كتير من البدراء امبارح قدام بروس في المبارسة الباية بدون أهداف منشستر في الصدارة بحضاشر نقطة دورتموند في المركز الثاني بتامن نقاط واشبلية في المركز الثالث بخمس نقاط وكوبنهاجن في المركز الأخير بنقطتين واشبلية رايح لبطولة المفضلة اليوروبا ليج طيب اللي عملوا بقى صلاح النهاردة من أرقام قياسية جديدة كل هدف بيسجله صلاح دلوقتي بقى يعد في عداد الأرقام القياسية الكبيرة الرائعة التاريخية لإسم المصري الكبير الأرقام النهاردة تقيلة اوش أرقام يعني ما كنتش ممكن تتخيلها في أحلامك كمشجع مصري إنه لعب مصري يكسر هذه الأرقام العظيمة تعالوا نشوف ياه دي كبرت مننا اوش ماشي محمد صلاح سجل محمد محمد صلاح سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثالث لليفربول أمام آيكس في دوري أبطال أوروبا محمد صلاح هدف دوري أبطال أوروبا بعد منور خمس جوالات حتى الآن بستة هدف متساويا مع كيلينة مبابي يعني أنا مخدش هدف البريميان ليجي عشان طبعا هلن بيكتسح فيعني إن شاء الله ياخد هدف دوري الأبطال السنة محمد صلاح أصبح ثاني هدف ليفربول أوروبا عبر التاريخ خلفا لستيفان جيرارد الأسطورة الكبيرة والترتيب كالتالي ستيفان جيرارد واحد واربعين هدف محمد صلاح في المركز الثاني باربعين هدف فاضله هدف يتساوى مع جيرارد وساديو مانيه بستة وعشرين هدف محمد صلاح أصبح أكثر لاعب أفريكي يسجل فيه البطولات الأوروبية عبر التاريخ متخطين ديديد رجبة محمد صلاح واحد وخمسين هدف ديديد رجبة خمسين هدف يا سيدي يا سيدي على الخيال محمد صلاح أصبح الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول بدورة أبطال أوروبا بالتساوي مع ستيفان جيرارد وميلنر بصناعة اتناشر هدف ولسه ولسه الأيام جاية كتير والأرقام العظيمة تشغال النهار ده فاركو قدام حرس الحدود المباراة ما كانتش ممتعة خالص فوقت عليها بصراحة ما كانتش ممتعة خالص ولكن فاركو خلاها مسيرة في الآخر فهدف بعد الديئة تسعين قدر يفوز على حرس الحدود بهدف دون رد هدف سجله أحمد شريف مواجم فاركو زي ما قلت لكم هدف جاء بعد الديئة تسعين عشان يفوز فاركو على حرس الحدود تعالوا نشوف الهدف هدف أحمد شريف اللي سجل اليوم في وقت بغلقاء يحرز المعب أحمد شريف رقم 31 الهدف الأول فاركو فاركو بيش الفريق اللي بيسجل هدف قاتل جدا للفريق طبعا اللي بيتلقى اللي هدف حاجة صعبة جدا طبعا ولكن مفرحة جدا للفريق فاركو اللي بيعاني السنة دي طبعا عشان ما عملش فترة انتقالات بسبب يقافل قيد بالنسبة له احنا النهاردة عندنا قاعدة حلوة قاعدة كمة قاعدة كبيرة قاعدة رائعة حديث مطول عن الاهل الزمالك الزمالك والاهلي قبل السوبر المصري مع محمد جمال ومحمود شاكر وفاروق عصام بعد هذا الفاصل هل يكون معنا قمة جديدة يدخلها القطبان الزمالك والاهلي بطموحات واهداف وظروف مختلفة يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في مباراة يتنافس فيها الفريقان للحصول على لقب كأس السوبر المصري ورغم أهمية المباراة لكل فريق لكونها القمة المنتظرة من كل الجماهير ويشكل الفوز بها التتويج بكأس السوبر إلا أن هناك تنافسا من نوع آخر سيكون على أرضية الملعب وخارج الخطوط بين الأجهزة الفنية للناديين والصفقات الجديدة التي أبرمها كل فريق على الصعيد الفني خارج الخطوط يدخل الزمالك باستقرار في جهازه الفني بوجود البروفيسور المخضر مغوزفالدو فريرا الذي قاد الفريق للقبي الدور والكأس في الموسم المنقدي وهي الميزة التي يعتمد عليها الأبيض وترى جماهيرو أن فريرا هو السلاح الأهم والأبرز في ميت عقبة بينما يدخل الأهل اللقاء بمدير فني جديد هو السويسري مارسيل كولر وستكون المباراة هي الرسمية الخامسة له مع الفريق الأحمر ويريد تقديم أوراق اعتماده للجماهير بفوز على الغريم التقليدي وتحقيق بطولة في أيامه الأولى كما حدث مع مواطنه رينيا فايلر في 2019 أما في أرضية الملعب ستشهد المباراة ظهور الصفقات الجديدة التي تعاقد معها كل نادي في المركات الصيفي الأهل تعاقد مع ثلاثة لاعبين فقط هم شادي حسين ومصطفى سعد ميسي وبرانو سافيو وإن كان المؤكد هو مشاركة شادي وسافيو أما الزمالك فتعاقد مع عشرة لاعبين دفعة واحدة من بينهم عمر جابر العائد لبيته الأبيض مرة أخرى والذي دخل في التشكيل الأساسي سريعا معه المغربي زكريا الوردي والمؤكد مشاركته في السوبر بجانب سامسون أكينيولا ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري المتوقع ظهورهم في المباراة لذلك سيكون ملعب هزعب زايد مسرحا كبيرا للتنافس بين كلا المدربين وصفقات كل نادي التي تريد أن تثبت أنها الأفضل فمن سيكون له الكلمة العليا وينجح في إسعاد جماهيره يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة تلاتة من أصدقاء العزاء محلين رائعين جدا هنتكلم النهاردة كتير عن الأهل هنتكلم كتير عن الزمالك هنتكلم عن مباراة السوبر المصري يوم الجمعة القادمة إن شاء الله مع محمد جمال محمد مشرف حبيبا كريم مرحبا كريم كله حلو زي الفل الحمد أيضا فاروق أسام فاروق مشرف ومنور مبسوط دايما أني أبقى معاك يا كريم أخبارك إيه؟ كله زي الفل كله زي الفل أيضا صديق قال عزيز محمود شاكل كالعادة منور ومشرف حبيب يا كريم أخبارك أخبارك طبعا أخبارك بجماله وفاروق ومبسوط كالعادة أن أنا مبتحب كله زي الفل يالله بينا معنا خبر عاجل خبر مهم طاكم تحكيم مباراة القمة في السوبر المصري هو طاكم تحكيم برتغالي لهذه المواجهة تم الاتفاق معاه خلاص وهيبقى هو طاكم التحكيم الرسمي لهذه المواجهة طاكم تحكيم بكيادة فابيو فرميسيو فرسمو فرسمو هو الأسف حكم مش مشهور وهفهم كله مش مشهور فابيو فرسمو ده الحكم البرتغالي لهيدير مباراة القمة إن شاء الله 39 سنة دولي من 2015 327 مباراة درها 1681 بطاقة صفراء 55 بطاقة حمراء مباشرة بطاقة حمراء بعد إنذارين 56 واحتسب 102 ركلة جزاء يعني السنة دي ما عندوش مباريات كبيرة ومباريات مهمة مباريات يعني في دول المؤتمر الأوروبي مباراة في الدوري السعودي مباراة في دول الأمور الأوروبية ما عندوش يعني مستبي قوي جدا كمدرب ولكن أكيد مدرب محترم إن شاء الله ويدير هذه المباراة بشكل رائع طيب من المساعدين مساعد أول برونو أليكسندر ومساعد تاني بيدرو نونو وحكم رابع تياجو جوزي وفي الفار إفاليو إفانوفيتش ومساعد حكم فار هو درجنوف ديمدروف دول طاكم حكام هذه المواجهة طاكم تحكيم برتغالي يعني ولكن طاكم تحكيم الساحة هو طاكم تحكيم برتغالي ده خبرنا في رقم عشرة خبر عاجل منذ لحظات تم الاتفاق على هذا أو طاكم التحكيم هذا لهذه المواجهة جيمي أخبارك إيه؟ زي الفل الحمد لله مين هيكسب العالي ولا الزمالك؟ مش أقول لك لا مش أقول لك مش أقول لك مش أقول لك الإجابة الأكل شيء بس يعني خمسين خمسين طبعا الفرقتين عندهم مشاكل لسه بدئين بداية التلسيزن لسه عندهم أخطاء لسه عندهم نقاط ضعف إقدار الفرقتين يستغلوها أتمنىها مباراة طريق يعني بالكرة المصرية ومش إجابة دبلوماسية بس يعني ده المهم بالنسبة لنا مباراة خارج مصر فمتمنى دايما أن هي طريق بالكرة المصرية على صعيد الأداء والسلوك وفي النهاية يفوز الأفضل يعني مش أنا ما كنتش باختفك أنت لوحدك عشان هروح لفاروق بنفس السلطة اللي جيت الأول فاروق مين اللي هيكسب أقول لك أول ماتش أنا متوقع فيه ثلاث سيناريو مش هتخرج يعني المباراة مش تخرج منه أول سيناريو تسجير مبكر لنادي الزمالك وأعتقد هي دي الحاجة اللي بيدور عليها فريرا في المباراة لأن دايما الزمالك لما بيسجل هدف مبكر بيعرف يساير الماتش بشكل ممتاز جدا لأن معروف أن فريرا ممكن يكون يسيب كرة أكتر للخصب لكن هو تنظيمه الدفاعي أعتقد أنه تنظيم جيد جدا للاعبته وكل للاعبته عارف أدوارها فبيرتاح جدا خصوصا لما بيسجل مبكرا وشفنا ده في ماتش السيراميكا ساب الكرة السيراميكا لكن سيراميكا ما قدرتش تختارك دفاع الزمالك السيناريو الثاني وهو تسجيل الأهلي هدف مبكر في أول عشر دي أوروبا ساعة وده هيددي الأهلي هيرجع تاني المعنويات وهيرجع خصوصا أن الأهلي في البطولات اللي فاته خسر بطولتين دوري وداخل بمعنويات شوية هيبقى فيه نسبة سائرية اللي عابت النادي الأهلي فالتسجيل البدري ده هيزود الطاقة عندهم وهيددي الأهلي حوافل لو المباراة كملت تلت ساعة أو خمسة وعشرين دي أو نقول نصة ساعة بدون أهداف أعتقد أن هي هتكمل كده لنهاية المباراة يبقى فيه تعادل لحد تعادل سلبي للنهاية لحد بقى ما تحسن الرقلات الجزائع أنا سألت فاروق و جيمي سؤاله عايز بفكر في سؤال مختلف أنا سألتهم طاقة من يكسب الأهلي ولا الزمالك فاللوات فكرت في سؤال مختلف تحملوا بقى من لا يفوز الزمالك ولا الأهلي مزاكرين بالمباراة لها أبعد لأ أنا طبعا يعني حسسني أنا قلت إفريد لا لا أقول لك أنا عشان أؤكد إخذت علي يعني دخلت في الجد و أظهر مصامل حبيب أقول لك في آخر كلامي أول حاجة المباراة لها أبعد أكبر بكثير من نتكلم فيه التاكتكس والخططية والأمور الفانية كلها الموضوع لها أبعد نفسية في شكل كبير جدا عارفين أن النادي الأهلي بيمر بمرحلة انتقالية خسر الدوري والسوبر وخسر من الزمالك وصاد الناحى التانية في نادي الزمالك واخد دوري وسوبر وقدامه إنجاز النوحة السلسية بقى لها كتير ما حصلتش بقى لها دي ما اكررتش وفي نفس الوقت زي ما بنقول هو المنافس الرئيسي بتاع نادي الزمالك النادي الأهلي فكل ما نقدر أن أنا أركب الجيم و أركب الجيم عموما في مصر ده بيضيف لي بشكل كبير جدا ناحية التانية النادي الأهلي مرحلة انتقالية كبيرة ليه جدا مدير فن جديد أكتر ناس محتاجة أن الأهلي يكسب دايما في المتشاط الكبيرة المتشاط دي دايما بتبقى لغة التعارف ما بينها وما بين الجمهور شفنا فيلر مثلا من سنتين نفس المدرسة السويسرية الراجل أول مباراة لعبة قدام السوبر كسب 3-2 خلاص جماهير الأهلي حبته وبقى ده يعني عربون المحبة لما بين جماهير الأهلي وما بين المدير الفني فأنا شايف أن الأبعاد بتاعت ما بعد المباراة هتبقى أخطر بكتير على النادي الأهلي لو خسر المباراة وهتبقى أكتر هدوءا في نادي الزمالك لأنه لسه من فترة صغيرة جدا نادي الزمالك محقق الدوري والكاس فأعتقد المباراة ليه أبعد يعني صعبة جدا ما بعد المباراة مين أتوقع يكسب؟ أتوقع نادي الأهلي يكسب عشان دوافع النادي الأهلي أكتر بكتير ولو إن ده ممكن يعمل ضغط على لعبة النادي الأهلي بشكل كبير وده ممكن يخلي شكل لعبة النادي الأهلي مش كويس في أول المباراة بسبب الضغط الهائل الموجود على النادي الأهلي النادي الأهلي مطالب أنه يعوض اللي حصل للسنة الفاته قدام فريق قوي جدا جدا مستقر إداريا ومستقر فنيا مع مدرب عبقاري مدرب قدر بأقل إمكانيات يعمل حاجات كتير أو السنة الفاته فزي ما بقولك بس هي ممكن تكون دافعة في الأقوة في الأخرة ده أهلي وزمالك ومحدش يعرف أي حاجة جيمي عادة بسيب لك المايك وقال لك قول لأنت عائل كمام؟ حبي نبدأ بالأهلي وراء الزمالك ممكن نبدأ بالتشكلات يعني التشكلات وبعدين نبدأ نقول بقى إيه المشاكل يعني أنا متوقع بتشكلة الأهلي كين الشراء حصل؟ مش يلا بيلي احنا نبدأ ناخد نبدأ بقى بالزمالك بقى من أحادي ونفلها كده عشان الكاميرا الزمالك يلعب بـ 3-5-2 هيبدأ بنفس البداية اللي بيبدأ بيها فرارة رغم أن احنا اتكلمنا وشراحنا كتراشا ما ناخدش فيها وقت المشاكل بتاعتها 5-2 ووجود زيزو ناحية الشمال مشاكلها إيه هيلعب بيه الثلاثي حمزة المسلوسي نحمد عبدالغاني حسام عبد المجيد سيد نمار أحمد فتوح ثلاثي وسط الملعب محمد أشرف روقة زكريا الوردي إمام عشور وسنائي أحمد سيد زيزو وصيف الدين الجزري ده تشكيل الزمالك المتوقع اللي أنت ما تحبوهش لا أنا ما بحبش الشكل ده يعني الشكل ده يعمل مشاكل كتير يعمل مشكلة هنا في زكريا الوردي يعمل مشكلة هنا في وجود أحمد سيد زيزو النحاية دي على الشمال ومشاكل تانية بقى هنا في العمق نتكلم عليها لحقا بالنسبة للأهلي الأهلي يلعب بال4-2-3-1 المعتادة يلعب بربع الخط الخلفي محمد الشناوي في حراسة المرمى هنا طبعا محمد عوادنا سناية برضو محمد الشناوي ربع الخط الخلفي أكرم توفيق محمود متولي محمد عبد المنعم معالم علول سنائي لارتكاس 6 و 8 حمدي فتحي و عمر السولية قدامهم برونو سافيو ناحية اليمين طهر محمد طهر ناحية الشمال أحمد عبدالقادر مهاجم وحيد شادي حسين عظيم جدا أنا كنت بس أقل السؤال وأسألك لو أنت كنت بس أقل السؤال أنا لما نرجع بأنكمل بعدين أنا كنت بس أقل السؤال لها علاقة ب هل محمد شريف ممكن يبقى وراءة مهمة في مبراسة دي غير شادي حسين أو هو اعتماده على شادي حسين كمهاجم أول في الآلة دلوقتي بالنسبة لمارسي الكولور محمد شريف لو خبرات قدام نادي الزمالك بيسجل أهداف قدام نادي الزمالك متمرس في مبرايات تلكم هل ممكن يبقى شريف خيار ولا تواقع أن شادي حسين شريف بس لو سألتني أنا مين يلعب شادي ولا شريف هلعب شريف مطشط القمة دي سلاحظوا حدين لأي لعب جديد أو أي صفقة جديدة لو سجل فيها وكان نجم المباراة هتفرق معاه هتفرق في مستقبله مع النادي الزمالك على العكس لو شادي لم يوفق في مباراة زي دي هتأثر عليه هتأثر على مستقبله مع النادي الزمالك فأنا أفضل دايما اللعب المتمرس اللعب اللعب في مباراة القمة وقدر يسجل وأعتقد أن محمد شريف سجله في مباراة القمة كان جيد ويشفع له أنه هو يتواجد خصوصا أنه ما كانش فيه تفضيل لشادي في المباراة الأربع مباراة الفاتو بشكل مستمر كان تواجد شريف فترة أساسي وبعد كده شادي دخل ففي مفضلة والمفضلة دي لو ما تروحة قبل المباراة فأعتقد أن شريف هيكون لي الأولوية حاجة تاني كمان أنا بتوقع في المباراة ما توقعش برونو من بداية المباراة لأن برونو أجواء جديدة عليه مباراة الزمالك آه هو العيب محترف والعيب جاي من البرازيل بس في نفس الوقت أجواء مباراة القمة أعتقد أن هي أجواء تكون جيدة لأفشا شوية لأن أفشا بقى له فترة طويلة بعيدة عن مستوى وفيه فترة انتقادات من جمهير النادي الآلي فقدامه هتكون المباراة بالنسبة له دفع كبير أنه هو يقدم مستوى جيد خصوصا أن المباراة الأكبر في تاريخ أفشا كانت مباراة ضد نادي الزمالك فأنا التغيرين دولة الهجومين أعتقد أن أفشا وشريف ممكن يكون لهم أدوار في الملعب اتفق مع فاروق أنا شايف أن هو الأفشا دي حسين شايد آه فكرة تفضل مين فضلش مين هي بناءنا على التاكتكس اللي هيلعب بها زي ما جمال شرح بيقولنا وبيلعب 3-5-2 طريقة بتاعته وبيلعب كومباكت بداية المساحات بشكل كبير جدا محمد شريف قوته دايما في المساحات اللي هو مش عاوز يخلقها فريرة لنادي الأهل وهنشوف برضو بالحالات وهنشوف أن الزمالك دايما بيضم الجوة الملعب فدايما شادي حسين قراراته جوة الثمانتاشر وقراراته دايما أنه بيقدر يطلع برا الثمانتاشر ويقدر يسحب واحد من الستوبر أو من الاتنين سنتر باك ويقدر يعمل روتشن وسويتشات ما بينه ما بين الأجنحة دي مش موجودة عند محمد شريف شادي عنده عنده مرونة شوية أنه هو يقدر ممكن يزيد كاجناح فهو بيقوم بدور مش فرود بس ممكن يطلع برا ويخش جوة حد من الاتنين أجنحة فأعتقد أن شادي حسين خصوصا كمان في الزحمة شادي حسين ممكن يبقى أفضل في الواحد على واحد أو قراراته جوة الثمانتاشر أو في التلت الأخير ممكن تبقى أفضل محمد شريف اللي دايما بيحب دايما يعتمد على الكرة اللي في ظهر الدفاع اللي على طول بيلعب بيبينه وبشماله وانتاش عطول هو قراره الأول دايما جوة منطقة الجزاء اللي هو أول مكرة جيله يمينه وأشماله وبيسددها محمد شريف بعيد عن مستوى شادي حسين جاي فيه شغف كبير جدا راجل عاوز يدي حاجة للنادي العالي وعارفين طبعا هو أهلاوي من زمانه وكلام ده كله فأعتقد أن شادي حسين ممكن يكون القرارب من وجهة نظري عشان خاطر الزحمة اللي بتتعمل لإن إحنا برضو في الحالات وأكيد برضو جمال كنيسة تكلم معاه قبل الهواء نشوف إزاي الراجل بيقدر ينزل يسحب حد من الاتنين ستوبر وتلعب له في المكان الفاضي غير محمد شريف طهر محمد طهر ما كانش موجود المباراة المضايب سرد ليه كاف بعد الطرد الغريب اللي خده أو يعني الغريب على نفسه يعني قرر ياخد طرد خدش موجود المباراة المضايب بس طهر من أول يوم حتى في الكواليس قبل ما نشوف كورر في المباراة رسمية والراجل شايف إنه طهر ده أولوية بالنسبة له فكل التوقعات اللي طهر هيبدأ أساسي هذه المواجهة دون أي خاف حتى لو غاب عن المباراة المضايب رغم إنه طهر ققيمة عند الراجل هي قيمة كبيرة ومهمة بالنسبة له وعند كل مجربين الأجنب حلو حلوة دي أحلى منه بس عند الجماهير فش حد جمال عبوشة عند كل الجماهير أو عند الأغلبية العظمة من الجماهير طيب طهر بيعمل إيه إحنا مش شايفينه هل بيعمل حاجة عظيمة إحنا مش شايف هنا هل هو بيعمل فقا حاجة عظيمة إحنا مش شايف هنا هو بيعمل ليه أدوار محدش بيعملها غيره بالنسبة للأجنحة فكين معنا فيديو لو شرحناه وهنقول ليه الجماهير مش أقول مش راضي عن طهر بس ليه مستنية أكتر من كده وليه منتظرة منه إنه يقدم أكتر من كده وإيه الحاجات اللي هم عايزينه يطور هاي فهنبتدي باللقطات دي الأدوار اللي بيعملها دايما طاهر هنا ده معلش لا مش هي لها واحدة واحدة هو الفيديو قصير ارجع لي تاني من أول لا من الأول خالص من الأول اللي انت مشيت ارجع لي تاني من أول فيديو خالص لا ارجع ارجع لا ارجع مش ارجع مش ارجع الفريم ارجع من أول الفيديو لا ده مش اول فيديو لا ما عزيتكم تلسه عالد اللقطة دلوقتي فهاتها من الأول اه اللقطة الأولى ناية اه اللقطة الأولى ناية خالص اللي بيضغط فيها ناحية الجناح اليمين هي هتكمل تقريبا هي اللقطة ديو هتكمل طيب يبلي بعدها طيب ماشي كامل 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 بص 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 هنا بس هو وقف هو بيعتمد بيعتمد على طاهر مارسي الكولر على ايه نوم مارسي الكولر احنا شرحنا المطش اللي فات من ضمن مويزات وعيوب لكن الشكل العامل اللي بيعمله بيعمل ضغط عكسي يعني بيطلع بيطلع الرباعي الأمامي وكان بيطلع معه محمد فاتح لانما كان بيلاعب وراد ينج بيعمل الضغط العكسي المتقدم عشان سرعة تستعدت الكرة مرة تانية ده أول دور بيعمله طاهر وهو أفضل لاعب في الخط الأمامي بيعمل الدور ده ده في مباراة واحدة شوف هيعملها كام مرة ودي مش كل الحالات دي حالات منطقة عشان الوقت يلا فنكمل ماشي ادي الضغط الأولاني الضغط ناجح اتنين اللي بعدها كمل كمل واحدة واحدة كمل كمل تلاتة بيضغط فين؟ بيضغط فوق في التلت الأول على التمنتاشر بتاعتنا حالة واثنين وتلاتة ده طاهر اللي قطع قوي جدا في الدور كمل 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 كرة واقية نفس الكلام نفس الكلام بيطلع وبيلتحم ما عندهش مشكل ان هو في الزوايا التمرير وده الدور اللي مارسل كولر موسماني اي مدير فني بيجي اخد النادي الاهلي خاصة انه مدير فني اجنبي هو بيحب الراجل التاكتكل الراجل اللي بيجي يعمل له كل الأدوار اللي بيطلبها علشان كده مارسل كولر دائما وابدا هنلاقي طاهر محمد طاهر ده بغض النظر لعب اساسي او لا لكن باتكلم انه طاهر محمد طاهر هو واحد من اللاعبها المفضلة عند مارسل كولر لانه بيعمل له الأدوار دي لشان كده ناس كانت بتعجب ليه طاهر دايما وليه طاهر دايما هو اللي بيعب كمل كمل بقى الفريم اللي بعده بس ابدأ وقف هنا وقف هنا وقف هنا هنا بقى يا كريم ليه الجمهور بيشوف ان طاهر كجناح مطلوب منه أدوار تانية أساسية كراجل مهاجم الفاينل توتش او اللمسة الأخيرة القرارات في بعض الأحيان فيها مشكلة التصويب على المرمى فيه مشاكل التركيز أحيانا في اللمسة الأخيرة فيها مشاكل مشيلي واحدة واحدة فريم فريم دي كرة من الجناح الأيصر الطبيعي الراجل يوقف ويعدل لو هو مش عارف يعمل الكروس بالشمال لكننا نشوف الديسجن كان ايه في الآخر كمل 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 ولا حاجة ولا حاجة لا كروس ولا شوت اللي بعدها اللي بعدها هو طلع بالكرة من ناحية الجناح اليمين وقف تاني اتقطعت اللي بعده تاني باس كمل كروس ما عددش العيب الأولاني اللي بعده اللي التركيز كمل 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 جلة هنا برضو دي هنا ده لا الأولاني بيقول إن طاهر هو سوبر وينجر ولا التاني بيقول إن طاهر لعيب قليل لكن هيا دي هما دول دي الأسباب من نفس المباراة لنفس اللاعب ليه مارسل كولر بيفضل دايماً طار محمد طار لأنه بيعمله أدوار كتير جداً وبيوفر عليه شغل بدن كتير وبيحمي أكرم توفيق دايماً والجزء التاني للقرارات ده شوية اللي مزع على الجمهور وجمهور مستني منه إنه يعمل واحدة أو اتنين القرارات فيه تكون سليمة علشان يقد يضره الأساسي اللي الجمهور دايماً بيشوفه أو مستنيه كجناح ووشق الهجوم الانتاج الهجوم طيب من الحاجات المهمة جداً طروق إنه الأهلي الفترة اللي فاتت دي كلها بنشوف إنه بيلعب على الأرض أكتر إنه فيه بناء لللعب أكتر إنه بيعرف يطلع كرة على الطرف وبيعرف يلعب كبان في العام بشكل كويس عكس فترات مضاياً مع السوارش أو حتى في الفترة الأخيرة مع المسلمين إنه كان فيه كرة طولية كتير يعني بيعتمدوا على اللونج بس كتير إنه أمور دي تحسنت شوية في الأهلي تحسنت كتير تحسنت كتير وبقى فيه نهج الخروج بالكورة المدربين الكبار أو مدربين كرة القدم لما بيبقى فيه بناء للكورة أنت دايماً بتفكر كمشاهد بتتفرج على المباراة بتشوف الكورة بتبدأ من عند حرس المرمى أو المدافع تقول هو بيلاقي اللي فاضي بيلعب له يعني ما فيهش فكرة أو فيه حاجة متحضرة قابليها لا الموضوع ده مش حقيقي خالص المدرب الكبير بيبقى عارف هيطلع منين ومعرف المدافعين هيطلعوا منين حتى تيبوا كورتوة حرس ريال مدريد كان ليه تصريح وقال أن حرس المرمى لما كان بيتهمش في الكرة الزهبية وما بياخدش الكرة الزهبية قال أنا المسؤول في ريال مدريد عن بداية الهجمات كلها وأنا اللي بحرك الفريق وبعرف إم تبدأ وابدأ فين فده موجود مع مارس الكورة اللي لو شفنا يعني قبل ما نعرض الحالات هشرح حالك دايماً تحضير اللعب موجود عند الجبهة اليسرى وهو العيب مميز والجبهة دي قبل ما ييجي أعتقد كولر كان متقال له إن الجبهة دي جبهة مميزة والظهير الأيصر في النادي لالي هو ظهير مهجومي مميز فقال إن أنا نقل اللعب عليه وحتى برونو في مباراة التحاد المنستيري كان بيميل عليهم فكان بيبقى فيه كسافة في الجبهة اليسرى ودايماً كان اللعب بيروح عليها فخلينا نشوف الحالات ونشوف هو بيعمل إيه في بناء اللعب هنبدأ الحالات مع بعض بزبط هنا الكرة قطعت هنا نكمل 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 هنا دايماً دا ماتش أسوان دايماً التفكير هيروح ناحية الجبهة ناحية عبد المنعم وعبد المنعم بالتالي هيروح ناحية علم علول هل الموضوع ده بيتكرر مرة واحدة لا هو بيتكرر كتير في أغلب تحضير النادي الأهلي وبيبقى بيميل عليهم ديانج وكانت المفاجأ هنا بالنسبة لي إن ديانج موجود لوحده مع إن الأهلي بيلعب بحمدي فتحي وقالي ديانج حمدي فتحي معروف بأدواره الدفاعية هنا برضو النقطة المهمة جداً في النادي الأهلي هنا برضو تحضير هجمة عايزين نشوفها كمل 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 في نقطة مهمة جداً اللعبة ما بين الخطوط اللعبة ما بين الخطوط بالنسبة لنادي الأهلي هو حاجة مهمة كمل كمل هنشوف هنا وجود لعب واحد وهو أليو ديانج لو وقفنا بقى هنا نوقف بقى هنا وجود أليو ديانج في مساحة كبيرة جداً لوحده وحمدي فتحي المفروض ان هو بيلعب على الورق. اربعة اتنين ثلاثة واحد. يبقى موجود جنب ديانج. هو مش موجود جنب ديانج. هو بياخد ادوار هجومية تانية. يختفي برا الكادر دلوقتي. وياخد ادوار هجومية ما بين الخطوط عشان يستقبل كرة طولية. نكمل اللعبة. هنا اكرم مش مطلوب منه ان هو يبني لعب. فدايما هتلاقيه بيرجع تاني. كمل كمل. كمل الحالات. هتلاقيه بيرجع لمتولي ومتولي بالتبعية. هيروحه نحية. بص بقى هنا. نوقف هنا. نوقف هنا. نوقف بص ديانج تحركه عامل ازاي. قبل حتى الكرة ما تروح. ديانج بيقرب من علي معلول. نكمل. ديانج هيروح نحية علي معلول. لانه عارف ان اللعبة هيروح هناك. وهيتحرك. بص حمدي فاتح يتحرك لقدام. عشان يستقبل الكرة ما بين الخطوط. وهي دي الهجمة المتبعة في بناء اللعب للنادي الاهلي. وان كنت انا افضل. ان بناء اللعب يبقى من الجابهة الاخرى. ليه? لان علي معلول. نكمل الحالات. علي معلول دايما بيحب الزيادة. فانت عشان تبني عليه لعب لازم يبقى موجود. ولازم يرجع. بص هنا ياخد خطوطين وهيرجع الورقة. وهنا برضو حالة دي بقى اللي عايزين نتكلم فيها في حتة مهمة جدا. ازاي تحيد أليو ديانج. نقف بقى هنا. نقف هنا. هنا الاهلي بيبدأ لعبه بلعب وسط واحد بس. ودي مشكلة كبيرة لو تحيد أليو ديانج الاهلي هيبقى في توطر للمدافعين. مش لقين حد يبنى عليه الهجمة. بس هو كيف نحش أليو ديانج. اللي هيلعب دوره بقى. امكري بك على اللي جاي. الحمدي فاتحي. يعني هو اللي هيبقى موجود في مكانه. فهو كده كده بنتعامل كرقم. رقم ستة أو رقم. فهو لعب واحد متواجد قدام قدام المدافعين. هنا اللي لعبت الإسماعيلي بس المرسي والوحش. هيقفله زاوية التمرير تماما على أليو ديانج. نكمل بقى اللعبة. طب المنازم عليش السؤال. اللعب هنا هيبني على حمدي فاتحي ولا يعني هيبقى هنا اللي هجمة في مطش الزمالك. هيبني على حمدي فاتحي ولا عمر السلية. لا حمدي فاتحي طبعا. عمر السلية ليه قدرات هجومية أكتر وهو اللي بيستلم. بس خروج عمر السلية بالكلة أفضل من حم فهيحتاجه ان هو يستلم كرة في مناطق خطر في مناطق الهجومية للنادي الزمالي. نكمل اللعبة. هنا هو عايز يلعب لأليو ديانج مش عارف لان لو رحنا هنا باسم هيكلم. أنا نفتح كايفتح كادر الوقتي. باسم هيكلم الوحش كمل كم. هيقول له اقفل على أليو ديانج. هو هيقول له لا اقفل انت زاوية التمرير عشان لعبت النادي الألي ما تقدرش تطلع بالكرة. فهيضطر متولي يلعب كرة ما بين الخطوط وهي هي دي اللي احنا بنتكلم عليها. دي دايما بتخلق خطور بالضبط. فده شكل النادي الأهلي في الخروج بالكرة. عظيم جدا. نحط تانية. تمام. فيه طبعا كالعادة النقاط كوة أو نقاط ضعف في الأهلي أو في الزمالي. تحب تتكلم عن نقاط الكوة في الأهلي ولا تحب تتكلم في الأهلي؟ هتكلم عن الأهلي وعن الزمالك. لا في البداية يعني. ماشي. هتكلم عن طريقة مارس الكولر لأنها دي الجديدة علينا. خلاص احنا الزمالك حافظينه. مارس الكولر. الراجل جاي يطبق اسلوب ضغط العالي طول المطش. عاوز الاستحواز معي. او الكرة تفضل معي. وضغط عكسي. او المكرة تقطع مني. هاخد الكرة في التلت بتاعها. اصاد مدرب التاني. انا مش هجري وعلى الكرة. انا هسيب لك الكرة خالص. وهستنىك تيجي لحد عندي. وهضربك في ظهرك. يعرف من اين تقوك للكتف. فريرة زي ما بيقول. هو بيستنى خلص اللي قدامه يغلط. يفتح المساحات. خصوصا كمان في الشوت التاني. لو كمتقدم بهدف. بيغير طريقة اللعبة ثلاثة اربعة ثلاثة. وهشرحها لك على البورد. فالراج المباراة هتكون في تفاصيل صغيرة كريم. بتاعة الضغط العالي بتاعة مارس الكورور. هو السلاح زوح الدين. سلاح قوي جدا جدا في الضغط. وفي استرجاع الكورة. الكورة تبقى معك. وفي نفس الوقت هو خطورته في المساحات والمسافات الكبيرة اللي بتتجاب. لما اجي علعب ضغط عالي. مطالب جدا. ان انا يبقى عندي الارتداد الدفاعي بتاعي. تعلعابة نص الملعب قوي جدا جدا. لان انا دائما بسيب واحد من الديفندرات لوحده. اللي هو أليو ديانج. ولازم يبقى عن الاتنين الستوبر بتاعي سراعة جدا. عشان كده شفنا ان هو الراجل لعب محمد عبد المنعم على الشمال. بعد ما كان بيلعبه. السن فتح محمد ما كان بيعلمين. ولعبه على الشمال. وهو ده اللي هيكون ميل اكتر ناحية زيزه. عشان الكورة متلاعبة عليها. وكورة تلاعبة في الجزيري. محمد عبد المنعم اسرع وممكن يقدر ياخد الكورة. عاوز اشرح لك طريقة لعب الاهلي. طيب. انفعف هنا. لا هنا احسن. هنا احسن. طيب. ماشي. مافيش مشكلة. احنا قلنا زي ما جم الاهلي بيبدأ الضغطة علي. الضغطة علي كلنا عارفينه. ان انا بزق كل الفرقة للنص هنا. كما نقول ان احنا بيضغط هنا محمد شريف او شدي حسين ايا كان. وهيضغط هنا نفس الكلام برضو طهر محمد طهر. وهنا احمد عبدالقادر. وفي نص الملعب هيكون عندي يا كريم عمر الصلاية وحمدي فتحي. وهيطير هنا علي معلول هنا على الشمال. وهنا اكرم توفيق. والاتنين المسيكين بتوعنادي الاهلي محمد عبدالله ومحمد طولي. بيبقى الشكل بالزبط كده بتاع النادي الاهلي. تمام. اللي بيحصل يا كريم. انا لما اجي اضغط ضغط علي. سوري ده هنا. لما اجي اضغط ضغط علي. الزمالك عاوز يطلع بالكورة من تحت. اللي عمل كده قدام الزمالك. هيبقى عنده مشكلة كبيرة. هيعنده مشكلة كبيرة. بس في نفس الوقت الزمالك. نفس مشكلة. ايو. الماتش بتاع الجزيرة لما اتلعبت. الزبط. اتلعب خمسة وعشرين كورة في ظهر ادفاع النادي الاهلي في المباراة اللي فاتت اللي الاهلي اضغالها فيها. بس انا بقول لك بكلمك على الضغط العالي فيه ميزة. مشكلة نادي ازeri مالك في المباراة اللي احنا شفناها بتاعة الكابتين طرع العشر المباراة الاولنية كانت سموحة كان فيه مشكلة جبيرة جدا عن نادي ازاي مالك اول ما يتضغط علي. انا شايفين الكابتين طرع عاشو وقف على خط بيضغط بيضغط يضغط يضغط. كان يا بي شاتت الكورة يابلعب اللونج باص. وانا عارف ان انا هابعتها لحد غير ان انا بلعب لونج بس عشان اتضغط فاحنا بنقول ان لو انا هادلوقتي يا كريم عندي اتضغط هنا اتضغط هنا من الوينج بتاع النادي الآلي وشاد حسين ضغط هنا ونفس الكلام هنا بيزق معايا وعلي معلول مسك الراجل هنا علي سوري علي معلول عشان معكوسة بس معايا واكرم توفيق هنا والاتنين الستوبر دهول وقفين مع زيزو ومع سيف الجزيري وعندنا يا كريم حمدي فاتحي دايما بيزق رابع مع اللعبة النادي الآلي المشكلة عندي انا ضغط 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 لو انا بقى حصل في مبارات الاسماعيل حصل ان انا عندي مشكلة في الضغط الاتنين ضغطوا هنا وحصل مشكلة هي كلها منظومة واحدة ماينفعش ان حد يا كريم في المنظومة دي واحد بس لو ضغط غلط المساحات تفتح ان انا بلعب مساحات كلها واسعة جدا وانا سايب اليو دانج هنا لوحده ليه اليو دانج بيلعب اليو دانج ليه الي بتانتحت مع ان اليو دانج مش من اللعبة المهرية او اللعبة للكورة بتاعتك واسعة ولكن هو اول ما النادي الآلي بيستلم الكورة بنشوف حمدي فاتحي بيزق رابع هنا مع الرابع مع التلت اللي جوني بتاع النادي الآلي وليو دانج وبيزق برضو نفس الكلام عمر الصلاة علشان خاطر المسافة دي كلها سرعام الصلاة وعشان المسافة دي كلها تبقى موجودة دانج دانج يقدر ياخد الكورة ويزق ويجري ان هو دريبلر عالي جدا دي المشكلة اللي ممكن تقابل حمدي فاتحي حمدي فاتحي مش دريبلر قوي او مش يقدر يطع الخطوات المسافات الكبيرة دي كلها فهي دي تبقى مشكلة فزي ما بقولك يا كريم انا دلوقتي لو ضغط ضغط النادي الآلي وضغط النادي الآلي ومساحات تفتحت هتلاقي بالزبط يا كريم يعني مثلا نقول ان الضغط النادي الآلي غلط فحمدي فاتحي ام سايب مكانه ام راح على هنا هتلاقي ان ده الراجل طلع وراجل ده يطلع هتبقى فيه مشكلة في المساحات عند النادي الآلي نفس الكلام الناحى التاني فهو ده لعب اقولك الضغط هو السلاح زوحة الدين للنادي الآلي نادي الآلي عنده مشكلة في الطلاب الكرة محدد ضغط عليه ضغط علي ولكن في نفس الوقت ده ريسك عالي جدا لفريق بيعتمد كواليتي بتاع لعيبة نادي الآلي مختلفة عن لعيبة نادي سيروميكوليباترا ومختلفة عن لعيبة نادي سموحة فهي دي هتكون المشكلة الرئيسية واعتقد انه هو ده الحل اللي بيحاول يدور عليه مرسل كورور انه هو ازاي في الهجمات المرتدة انه هو يقدر يبوز هجماتنا دي الزمن عزيم جدا طيب تعالوا نقول طاكم تحكيم هذه المباراة مباراة القمة خبرنا العاجل هتقولنا جماعة طاكم تحكيم هذه المواجهة قدام حضراتكم هيبقى موجود حالا طاكم الحكام البرتغالي فابيو فريسيو فريسمو الحكم الساحة حكم مساعد برونو ألكساندري وحكم مساعد بدرونونو وحكم رابع تياجو خسيه وحكم فيديو إيفاليو إيفانوف وحكم مساعد فيديو محمود حاطي ترصف درجونوف ديمتروف خلص أستاذ جيمي ووضح ان فيه ثقة في الأسمادي لان الأسمادي كانت موجودة في السعودية بتتردد في السعودية كتير فكان فيه ثقة ومعروف انهم اعتقد انهم حكام كويسين لان السقة اكتر ولها بالسنائي ستة ماتشاط في السعودية اه فهو يعني بس من الأرقام خليني أقولك انه حكم شارس جدا حكم معدل معدل كروتو في المباراة خمس انزاراته كل مباراة بيحسب راكل الجزاء كل أقل من أربع ماتشاط كل أربع ماتشاط بيحسب راكل الجزاء بيدي حال الترد كل أربع ماتشاط حكم عنيف جدا حكم شارس جدا ودي رسالة طبعا يعني لو حصل حاجة في المباراة معدقدش ان هو ممكن يبقى فيه بقى فرصة تانية أنا بقول حلوة الملحوظة بس مش حلوة ان هو مش حلوة حكم شارس ان شاء الله يبقى احناي ان شاء الله يبقى احناي ان شاء الله يبقى احناي انا على الاتنين يعني لسه مكملين بحضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع محمد جمال محمود شاكل فاروق اسام خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى طيب جمي تعالى نروح لي حكناي ما شوية على نقاط القوة اللي في الاهلي بس سواء الاهلي او الزمالك هما عندهم نقاط ضعف طبعا الاهلي عنده نقاط ضعف لو استغلها الزمالك فاصبحت نقاط قوة للنادي الزمالك طبعا والزمالك عنده نقاط ضعف لو استغلها النادي الزمالك فاصبحت نقاط قوة عند النادي الاهلي طبعا قول لي بقى الاتنين طيب الاهلي وضح حجاليا وإحنا حتى بنشرح نقاط القوة أنه الضغط العكسي أو الضغط العالي اللي بيعمله مارسي الكولر بيفضي مساحات كبيرة جدا 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 وخلينا أقولك أنها مش مساحات كبيرة معتادة مع الضغط العالي إذن هو ده دفكت أو عيب واضح في تنفيذ هذه الطريقة واضح لما يظهر ما احترامنا الإسماعيلي وأسوان لما يظهر هذا العيب بوضوح في المباراتين دول ده معناه أنه مع كواليتي أعلى نسبيا مع الزمالك العيب ده هيصبح أكثر تأثيرا لما تربط ده بطريقة لعب الزمالك والزمالك كمان بيشتغل على إيه تعرف حجم المشكلة قد إيه وإزاي الزمالك يقدر يكسب الأهلي لو استغل الشكل ده نبتلل الحالات الصور اللي احنا جابينا بتاعة المساحات اللي في وسط ملعب النادي الأهلي بسبب لعبه بالطريقة اللي احنا قلناها الاربعة، اتنين، تلاتة، واحد قادي واحد دي الأولى دي، حمدي فاتحي فين؟ حمدي فاتحي في التلت الأول للإسماعيلي باس واحد باس واحد الكرة تروح للراجل اللي بعد داير الحمر بص المساحة دي كلها فاضية وورا ديانجي في مساحة زيها في الكادر اللي هنجيبه بعده فاضية يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده كمل هنا هنا وحدة باس واحد ضرب الخط ده كل كمل اللي بعده صورة اللي بعدها باس واحد دي الكرة اللي هيك كانت تبص الملعب في مساحة في ظهر ديانج ديانج عبال ما رجع له الراجل رايح بقى رايح اتنين على اتنين لان في واحد هناك واقف مع الجناح الايمان بتاع الاسماعيلي بقى رايحين واحد رايح معايا محمود متولي والتاني عبداليمانيا من الراجل جاي مقابله والراجل رايح في مساحة فاضية كبيرة جدا كم من اللي بعدين مسافة في ظهر الباكات كبيرة جدا بص دي كارثة لقطة كارثية لما يبقى عندك ده الثلاثي اللي وقفين على خط واحد اليو ديانج وفي ظهره كل هذه المساحة بص واحد ضربت ثلاثة غلطة كارثية بتتكلم على مساحة مش اقل مش اقل من عشر ارضة في عشر ارضة ده السور يا جمال ده انا بقولك عليه انه انت لو ضغطت مرة واحدة بس غلط وحصل مشكلة في التمركز عندك في الضغط انت ضربت لان انت بتلعب الملعب كله مفتوح وفتح الوينجات الرجل 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 هنا احمد ده مكبولي وقف في الدايرة سنتل لوحده الناس نتخيل ان دي لقطة بصلا من الاحماء دي لقطة من المباراة الرجل وقف في دايرة سنتل لوحده اللقطة اللي بعدها نفس المشكلة قطع ضرب في ظهر ديانج تلاتة على تلاتة نفس المشكلة نفس الخطأ بنفس الطريقة مساحة قدام ديانج وورا ديانج قدام الاتنين السنتر باكس محمد عبمان ومحمود متولي والمسافة اللي ما بين قليو ديانج وحمد فتح مساحات كبيرة جدا 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 في خط وسط النادي الاهلي اللي بعدها نفس الطريقة اتنين اللعيبة واقفين مفروض ان حمد يبقافل زوية التمرير حمد وقت ما بيقفلش زوية التمرير واقف الكرة دي بتطلع باص تروح على المساحة المزللة عليها شايف مساحة فاضية دايرة سنتر بالكامل فاضية وبعدها دايرة قدها فاضية وما فيش اي رقابة ولا اي تواجد لخط وسط النادي الاهلي ايه اللي بعدها نفس القصة ديانج دايما ورا ديانج مستو ان هو العيب يقدر يعمل لك سكريننج للخط للثنائية بتاعت الدرب مرة واثنين وتلاتة واربعة مش بسبب عيب في ديانج بسبب ان المجموعة اللي حواليه هو مش يقدر يقفل كل زوية التمرير هو بيلعب لوحده عشان كده لازم حمد فتحي وعمر السولية لما يلعب يكونوا قريبين من بعض لان الوركريت اللي بيعملوا قليو ديانج محدش يقدر يعملوا دي رقم واحد حتى مع الوركريت اللي كان بيعملوا ديانج ظهرت المساحات دي فلازم الاثنين يكونوا قريبين والضغط العكسي ما يبقاش بعمر السولية خالص يبقى بالرباعي الامامي بس اللي بعده ماشي اللي بعده بص دي لقطة في مباراة اسوان غيرنا المباراة خالص ومنافس مختلف بفريق مختلف اللقطة دي انتهت كمل الفريم اللي بعده مساحة نفس القصة المساحة دي جات من اين بص نفس الدايرة بتاعت كل مرة فاضية تماما في ظهر ديانج يعني خلاص كده الراجل ده رايح وشه لاتنين سنتر باكس بص الدايرة قدي مساحة قدي نفس الغلطة نفس المشكلة ودايما بيرشرح للناس لما تلاقي فيه خطأ او ميزة بتتكرر اذا هو نمط طالما نمط يبقى الحاجة دي لا نقاش ان هي موجودة في الفرقة سواء كانت عيب او ميزة كمل اللي بعده اسرع شوية بص كريم بص كريم الحكم واقف في وسط اتنين لعيبة من اسوان ودايرة تاني بتكلم على مساحة تتجاوز الميت يارضة طول وعرضة على اللي بعدها اللي بعدها اعتقد دي نفس الحتة اوز امت حاجة قصة كلها ان الاهلي هو معاك كورا يا جمال بيحاول تريال اربعة واحد اربعة واحد حمدي فاتحي بيزق عشان يميل على ناحية عمر صحيح على ناحية علي معلول ويسيب اليو ديانج الواحد على الساس ان علي على الساس ديانج زي ما الجمال بيقول هيعمل سكرينج بس مش هيقدر يجاري اليو ديانج المسافة دي كلها الواحد فما اعتقدش ان هو في مبارات الزمالك هيخلي الاثنين لعيبة لو هزولية وحمدي فاتحي ان حد فيهم بيبقى لين ادوار الهجومية الكتيرة دي هو بيزق عشان يزق مع علي معلول ويحاول يغطي وراه وفي كورة تانية برضو شفتها في المواتش الفات حمدي فاتحي دخل كباكليفت وقام علي معلول هو لزاق علشان خاطر ادوار الحرية علي معلول فهي قصة كلها هو زي ما بيقول جمال هو نمط فهو بيغارط لها اربعة واحد اربعة واحد بس فيها رزق عالي جدا يعني الكورة لجمال جابها الكورة دي لو موجودة مثلا امام عشور احمد ساد زيزو سيف الجزيرة لا الموضوع يبقى مختلف تماما كورة لعيبة مختلفة تماما نروح بقى للزمالك والمفارقة انه نقطة قوة الزمالك وبناءه للهجمات من خلال التشانلز اللي شرحناه الحلقة اللي فاتت يا كريم او ازاي بفك الضغط لان الزمالك خطته دفاعية في المقام الاول الخمسة ثلاثة اتنين حتى لما بتتحول لتلاثة خمسة اتنين هي خطة دفاعية ومهما الدفاعية اكبر فهو عايز بقى اللي عدد من اللاعبين يقدر يستغل ويه كاريت او يخلق المساحة فبيخلق المساحة اذا كانت المساحة مخل وقال وجاهزة فما بالك بقى لما فرقة زي سراميكا كان بترجع بتسعة تحت الكورة وكانت بتكرية المساحة فرقة زي اسموحة كان بتضغط وكانت بترجع تحت الكورة بتمانية وكانوا بتضربوا فنجيب اللقطة الهدف بتاع الزمالك في مباراة سراميكا ونشوف الزمالك كاريت مساحة مش موجودة فما بالك بكل هذي المساحة اللي هي نقطة قوة عند الزمالك هيستغلها ازاي لو الاهل لعب بنفس الطريقة واخطأ نفس الاخطاء بمنتهى البساطة هيقدر يضربوا خط وسط النادل لا ارجع واحد 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 ارجع 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 لالجوم تعال تعال نرجع من الاول تعال نرجع من الاول تحرك ونسلق بس بس وقفل هنا وقفل هنا قبل ما البس يطلع يا مشي فريم كمان فريم كمان فريم واحد بس 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 وقف هنا اولا امام عشور لعيب مركز تمانية بيتحرك في الـ Space Automatic دي عملها في مباراة الأهلي 2-1 عملها في مباراة سراميكا في الشوت التاني من مباراة سموحة لأنه ما كانش بلعب وكان مستبعد كان أول شوت يشارك فيه كان شوت تاني مباراة سموحة عملها في مباراة سموحة عملها في مباراة سراميكا إذن هو نمط بيتحرك في الـ Space عديلي بقى كامل لعيب بقى من سراميكا 2-4-6-8-9-9 لعيبين تحت الكرة والمساحة تخلقت وتم التسجيل منها كاملها بقى على سرعتها بس في حاجة برضو يا جمال شايف الراجل زكريا الواردي واخد مين معاه عشان يفتح المسافة تحت خالص ما هو طبيعي يبقى مكانه حتى لو مش هو لأنه طالع مكمل مكان أحمد فتوح فطبيعي لو هو لو هو مش موجود وإمام اللي تحت وزيزو هو اللي مكان إمام هيبقى أحمد فتوح هو اللي هنا في اللفت هو بيغير مش مهم مين اللي بيعمل الباص او مش مهم اللي بيعمل أسست هو مهم الحركة بتاعت اللعيب يأم أحمد سيد زيزو يأم أمام عشور تحديدا هم اللي بتحركوا في اللي سبيس دي كميلها بقى على سرعتها وبعدين نجيب اللقطة التنية بتاعت السموحة نفس الطريقة جول هل بقى رغم كل التسعة اللي وقفين تحت الكور نرجع بقى تاني لسموحة اللقطة اللي بعدين على طول نماشي نجيب الجول بتاعت السموحة يلا جمع اللقطة اللقطة اللي بعدها اللقطة اللي بعدها اللقطة من المطش التانية اللقطة من مطش زمالك الغquèخ هنا. هذه الوقفة بتاعت فرقة سموح. واقفين باربعة في الخط الخلف. في الكرة الاولانية كان ما بين الظهير الايمن وقلب الدفاع ناحية اليمين. الاختراق هنا. ما بين الظهير الايمن. خيال العبد الفتاح. وقلب الدفاع الأيمن الناحية ينحمل عبد الحكم. بنفس الطريقة. في المساحة. في المساحة. في اليوم. في اللعبة. ماشي اللعبة بس بس الراجل خط في المساحة وحط الكرة بس فهنا بنقول حاجة بمنطل بساطة انه على النادي الاهلي غلق كل هذه المساحات لان زمالك مش محتاج كل هذه المساحات كي يسجل في مرمى الاهلي دي نقطة الضعف الاكبر في النادي الاهلي اذا استغلها نادي الزمالك الامور تبقى سهل علي جدا انا حتى اني قلت السابت فاروق سواء للاهلي او الزمالك طب انا اقول لك حاجة انا اقول لك ازاي الاهلي يفل منساحات وازاي الزمالك هيطلع على البورد وانا استعرض القرات السابت خلينا هو شاكر كويس عمل الراسة احنا بنتكلم هنا الزمالك اهو بخطته المعتادة احنا بنقول بدلوقتي يبقى يلعب بخمسة ثلاثة اتنين كان الاول طبعا انا ان كنت بفكر شوية هل شيكابالا يبقى موجود وتتحول الخطة لتلاتة اربعة ثلاثة ولا لا بس انا يعني تحفز فرير بيقول انه هو لا هيلعب زي ما هو خمسة ثلاثة اتنين ازاي بيفتح مساحات اللي الحتة اللي تكلم فيها الجمال هنا لو زيزو موجود هنا والكورة عند فتوح زيزو هنا بيبقى معاه دايما احنا بنقول دايما ان ازهرة النادي الاهلي هي ازهرة معروفة هجومية فالمساحة دايما هتبقى موجود بالزبط فزيزو هنا عشان يفتح هو هنا مهاجمين النادي الزمالك دايما مش مهاجمين مش مطالب منهم ان هم ياخدوا الكورة من العمق ويروحوا هم ادوارهم حاجة تانية خالص هم ادوارهم فتح مساحات للعيبة الوسط وامام عشور هو لعب زاكي جدا في التحرك في المساحة عكس زكريا الوردي اللي لسه ما اتطبعش على افكار فريرة ودايما عنده مشكلة في التحركات الهجومية والدفاعية وتاه شوية في المركز ده لانه في الرجاء كان معتاد ان هو يلعب قدام خط الدفاع فاحنا هنا بنتكلم ان زيزو تلقائيا زي الكورة الهدف في مرمس راميكا تلقائيا بيروح الجابهة اللي هناك وطبعا المدافع اللي ماسك مان اللي زيزو هيفتح معاه المساحة وبالتبعية هيتحرك امام عشور في المساحة اللي هتبقى موجودة هنا عشان يستقبل اول ما فاتوح بيستلم الكورة امام بيتحرك دايركت على طول عشان عارف ان هو يستقبل كورة طولية هنا ما بين الاثنين مدافعين حاجة تانية برضو كانت موجودة في مباراة فريرة ضد السوارش كان افكار فريرة دايما ان علي معلول هنا متقدم فانا احط الجزيرة وهو معروف بسرعته ودايما اول ما الكورة تبقى مع المدافعين هم بيبصوا على الجزيرة لان الجزيرة دايما بيتحرك في الحتة دي والحتة دي بيستقبل فيها الكورة طولية دايما معا قلب دفاع واحد وبيواجه قلب الدفاع دا واحد على واحد ودايما لما تقابل قلب دفاع واحد على واحد لان علي معلول دايما بيتبقى فيه مساحة هنا ما بينه وما بين قلب الدفاع ودي عشان الاهلي يقف يسد المساحة دي لازم تواجد حمدي فتحي وعمر السلية مع بعض في وسط الملعب. ما ينفعش ان انا ادي ادوار هجومية كبيرة لعمر السلية لان هيبقى مطلوب من حمدي فتحي ان هو يقرب هنا ويقفل المساحة ما بين قلب الدفاع وعلي معلول. فدي نقطة ضعف وبرضو عايزين نتكلم معنا شوية حالات على النادي الاهلي. فقدر الكورة هيخلي نقطة ضعف دي تظهر وهيخلي زمانك ممكن تبقى مساحات دي موجودة بشكل مباشر. فخلينا نشوف فقدان الكورة في ماتش اسوان. تعالوا نشوف الحالات. يلا بي. يلا. تعالوا نشغل حالات اللي بيقول عليها فاروق. فقدان الكورة في ماتش اسوان كان كتير جدا ومبالغ في في مباراة اسوان ومعنا الحالات دي فقدان الكورة سهل جدا. ما ينفعش يطلع من العيبة محترفة زي النادي الاهلي. ممكن ضد اسوان ما تتعاقبش لكن ضد الزمالك العقاب هيبقى فاوي. خصوصا ان هو عنده العيبة سريعة زي الجزيري وزيزو وامام عشور في المرتدات. فخلينا نشوف حالات فاروق جاهز يا جماعة تعالوا نهاية. يلا فقدان الكورة. نعرض حالات فاروق نتكلم عنها التفصيلة. بالضبط. خلينا نشوف بقى التمريرات نرجع تاني نرجع? لا واحدة واحدة. نرجع واحدة. هنا تمريرة سهلة جدا. تمريرة سهلة جدا. النادي الاهلي ميس باس غريب بيروح بهجمة عكسية. يلا. كمل 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 كمل. هنا ميس باس راح بهجمة طبعا الاهلي معروف بالضغط العالي. نشوف عالي معلول فين? نشوف عالي معلول متقدم ازاي? فالمساحات اللي هتبقى موجودة من الميس باس دي مساحات دايما فيها خطورة. كمل كمل لاطة. كمل راح اللاطة اللي بعدها. كملها كمل. هنا طبعا لعيبة اسوان لها احترامها وكل حاجة لكن مقرنة. القدرات مختلفة طبعا. تعالوا بعدها. يلا. خلينا نعرض لبعدها في صورة. عشان الوقت بيروح مننا. هنا برضو ميس باس. هنلاقي دايما الميس باسات. هنا باس. وامامي بدون اي وعي. تردد الكرة اللي تكلم عليها. اللي تكلم عليها جمال. وراحت الكرة. ارجع تاني لاطة الاخيرة. ارجع لاطة الاخيرة دي. كمل 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 نعرضها. هتروح الكرة شبه انفراض. بسبب ميس باس. فالميس باس دا لو تواجد في مباراة السوبر. كمل كمل اللاطة. كمل اللاطة. هوا لا يا سوق ان دا مش ميس باس هو استلام سيء جدا. استلام سيء. والباس برضو كان قوي جدا. بص هنا الكرة. بص هنا الكرة. لان دايما الاهلي مندفع للامام. فعنده دايما مساح يتكمل كمل اللاطة. هتلاقي برضو الباسات متهورة. هنا اصرع بالضبط. بتضغط عليه. بترد الكرة. لو في اكتر من لعب ممكن تبني عليه هجمة مرتدة بشكل سريع. وهتلاقي مساحات موجودة الناحية التانية. بشكل مبالغ فيفا الكرة. لو تعاملت لونج باس بالضبط هيبقى في خطورة كبيرة جدا على النادي الاهلي. نكمل اللاطات. واغلبها مس باسات سهل. في لعطة باعة تيجي دلوقتي. يلا. مس باسة غريب جدا. يعني اللي بعدها. كمل. كمل. كمل اللاطات كلها. كلها متكررة. هنا برضو باسة غريبة. يعني غير مبررة بصراحة عرضية غير مبررة. لمين انا مش عارف. ففي دايما كده مس باسات غريبة لنادي الاهلي لازم فيها تركيز. في كرة باعة هتبقى موجودة في. كمل. كمل اللاطة دي. اللاطة ثانية. في اول دقيقة بالضبط. النادي الاهلي مش مركز. هنا السنترة بتاعت ماتش اسوار. بص ان لايه افشة. عمل باس غريب جدا جدا. كمل. كمل. هنا الاهلي جانجي بديها الافشة. وعنده حلول كتير جدا. كمل. عنده حلول كتير جدا في الدفاع قدابه. بيعمل مس باس غريب جدا. بسه بالسنتر. غريب جدا. يعني غريب جدا. فيه يعني ما ينفعش يخرج من لعبة النادي الاهلي. فدي دي دي الحتة بتاعة الفجدان الكرة في النادي الاهلي. طيب. عظم جدا. هلسا مكملين. هنرجع ليه محمود الشاكر عنده. كلام مهم جدا عن سنائية. مهمة جدا في نادي الزمالك. زيزو وامام عشور بعد هذا الفاصل. يعني بحضاتكم مرة اخرى. محمود ما تبقى من الوقت في هذا البرنامج السريع جدا. الوقت خلص معكم بسرعة. هو لك. ماشي. عاوز اتكلم يا كريم عن نادي الزمالك. دلوقتي عارفين طبعا اكبر خاطر عند النادي الاهلي الجبهة اليسرى بتاعة تعليم علول. عمر جابر. انا لما جالعب بطريق 3-4-3 او 3-5-2 او 5-3-2 انا ما ببقاش عاوز العب الباك عندي انه هو يمسك الخط ويروح ويرجع وبس يعمل الاوفر ويقف. لأ انا عاوز اول ما امسك الكرة ابدأ اطلع ادوار الهجومية مهمة جدا جدا للباكات ان الباكات يتحولوا الى اجنحة. لانها دي الكون. بقولك نلعب خمسة ثلاثة اتنين فما فيش عندي حد على الطرف. نزيزه على طول ضم من جوه هو وسف الجزيري. فبالتالي ان انا مفروض اللي يزيد معايا ويعمل لي الاضافة دي الاتنين الباكات اللي معايا. هم بيلعبوش باكات باكات. لا هم بيلعبوا بيزيدوا معايا كالعبوا كاجنحة. مين اللي بيقوم بالدور ده كويس جدا في نادي الزمالك احمد فتوح واحرز ادف جميل جدا. نبص على الناحية التانية. نلاقي ان عمر جابر عنده مشاكل كبيرة جدا جدا في التلت الهجومي. عمر جابر عنده مشاكل كبيرة جدا في العرضيات. عمر جابر ما بيزيتش ما بيقدمش اي اضافة. المباراة اللي فاتت فيه اكتر من ثلاث كور. تقريبا من ديها خمسين لغاية ديها خمسة وستين. عمر جابر اربع كور او ثلاث كور بيلعب اوفرات. ما بيزيد في التلت الهجومي. يعني في الرشوت التاني زود شوية الزيادة العددية في النص المرعب. وحاول ان الاتنين بكات يزوقوا. احمد فاتوح كان بيقوم دردة كويس جدا ولكن عمر جابر كان عنده مشكلة. شوف بقى اول ما سيد نمار نزل حصل فرق تماما. سيد نمار دريبلر اقوى من عمر جابر. بيراجل عنده جرأة وبيخش. وحظه كمان في مبارات النادي القلي كويسة. اللعب مباراتين طوال نادي القلي عبهم على اعلى مستوى يعني كان لسه من لعب يعني ناشئين وكان لسه طالعوا كده. نزل عمل ثلاث اوفرات. نزل عمل اختراقين من الجانب. وهي دي القصة او هي دي الخطة بتاعة فريرا. فريرا بيعمل اياه كريم سريعا كده قبل ما اقفل معاك. الراجل زي ما قلت لك هو بيدورش على الكورة او انا بلعب على اخطاء غيري. دايما في الديئة سبعين او اتنين وسبعين او اول ما تلاقي ان فريرا كسبان واحد سفر بيعمل ايه. هو ما بيزودش في ادفاع اكتر. بيحاول الطريقة من ثلاثة خمسة اتنين او خمسة تلاثة اتنين الى ثلاثة اربعة تلاثة. بيسحب واحد من من نص الملعب. ويزود واحد من. ويزود واحد جناح. فبتت تحول الطريقة ثلاثة اربعة تلاثة. شفنا في المبارات اللي فاتت. نزل شيكبالة. ونزل سامسون. وطلع سيف الجزيري. وطلع عروقة في نص الملعب. بعده اتنين في نص الملعب. بس موجود عنده امام عشور وزكريا الوردي. وعلى الشمال شيكبالة نزل. وعلى اليمين احمد سايديزو اللعب في مكانه اللي هو الوينج. وسامسون بقى الوحد. سرعات سرعات سرعات. نفس الخطة اللي عملها في المبارات الاهلي اللي فاتت. لما نزل يوسف اسامة نبيه في الكورة اللي وعد فيها من رامي ربيعة وقدر يحرز هدف هو هو دي دي خطة دايما في ريرها بيلعب على الخطاق غير. هسيب المساحات لان انت دايما يا كريم. انا لو خسرنا واحد سفر. اكيد في اخر عشر داقة وربع ساعة حاول انا اضغط. وسيب المساحات بتاعتي. فبالتالي انا هضربك في دار المساحات دي. وده اللي في ريرها بيلعب عليه. وهو خطأ الفريق اللي قدامه. الماتش لو تول هيبقى مشكلة عند فرير. والنادي الاهلي لو احرز هدف في الاول هتبقى مشكلة برضو عند فرير. انت راجل كده. عارف ليه? ايه? شانسيبت الديها. شفتها كريم حقاني. انا شاكلها اخلص الديها. انا بس انا نقطة نقطة بس عايزة حابب اتكلم فيها لان نقطة قوة عند نادي الزمالك اتقابلت مع نقطة ضعف عند نادي الاهلي. فالاثنين لما يتقابلوا مع بعض لازم نتكلم عليها. نقطة قوة نادي الزمالك هو التسجيل من الركلات الركنية والكرات السابتة. هو دايما مميز في تحرير فريرا. عامل جمل معروفة في تحرير العيبة داخل منطقات الجزاء في الكرة السابتة. عدم موجود الوينش طبعا هيقصر لانه هو لعب مميز جدا في الكرة السابتة. لكن اسام موجود وهو لعب ممتاز في الكرة دي. على الجانب الاخر اشادنا بكولر في الكرات السابتة الهجومية النادي الاهلي. لكن عايزين بقى نقول ان في مش هنقول صغرات لسه لحد الوقتي ما ظهرتش. بس ممكن تظهر في المباراة دي. خلينا نشوف الحالات عم بسرعة جدا. بسرعة جدا بس عشان التمركز بتاع لعب تنادي الاهلي. مش جاهزة لأسف. مش جاهزة خلاص مش مش كرة. يعني التمركز لعب تنادي الاهلي في الكرات السابتة فيه شوية خالة لي. هاي جيمي معانو سيدية. هو احنا بس كنا ان احنا ان احنا هنقول ان نوع الضعف الزمالك بيقابلها نوع قوة في الاهلي والعكس. اه. انا كلم لاش هنوع الضعف الزمالك. يلا. لا ما هيكات حالات. اه. فهنقول انه في مشكلة في الخط الخلفي في الثلاثي. لو نعرف نعرضها. حتى ما غير ما احنا نتكلم. اه. لو هي جاهزة. اظن هي جاهزة عندهم. اه. الخط الخلفي. نفس مستقبل الزمالك. اربع هجمات قدام فلمبو المنافسة لازيل جدا. الوقفة بتاع الثلاثي بتاع الخط الخلفي. رغم الزمالك بلعب بخمسة. لكن سهل الاختراق. الوقفة غلط تماما. قدام سموحة هجمتين. قدام سيراميكا كليوباترا هجمتين بنفس الطريقة. بنفس الاختراق. بنفس الاماكن. الوقفة. وقلة الفلكسابيليتي. وقلة المرونة. واللعب واقفة على كعوبة بلغة الكورة. التلات مدافعين اللي واقفين سواء حمزة المسلوسي. او. مشيها بقى على صورات المسلوسة. مشيها بقى على صورات المسلوسة. مزيلي على ده كمانا جمال بقى لما فيش الونش. اه. ما هو الدرب وفي ماتش في لامب في وجود الونش. وفي عدم وجود الونش. اه. نفس القصة. انا شرحنا دي الحلقة اللي فاتت. اه. في مشكلة في الثلاثي بيخترقوا بمنتاز السهولة. سواء بالكرات المباشرة على الارض زي هجمت سيراميكا. هات الهجمال اللي بعدها على طول. مش محتاجين الاعادة. هات الهجمال اللي بعدها. في مباراة في مباراة في لامبو. بص بص مباراة في لامبو. دي الكرة دي اقررت يا كريم. اربع مرات في ستاشر دقيقة. هاي. اربع مرات اختراقات للثلاثي بتاع الخط الخلف. حسام عبد المجيد ومحمد عبد مغاني. وكان معهم الوينش. حتى لما الوينش آآ آآ غاب بقى موجود ما كانه حمزة المسلوسي. نفس الاختراقات. دي نفس الشكل الناس يمكن بتتشايف شايفة اللقطات. واحد نتكلم عليها. نفس الاختراق بنفس الطريقة. هجمتين وارباعد في عشر دقيقة. كان في الديقة بعدها آآآ في الديقة اربعتاشر. آآ الاختراق بنفس الشكل. باص واحد ضرب الثلاثي الخلفي. امفراض وهدف لي آآ في مباراة الزمالك. يعني حولنا قدر الامكان نجري. كده كل آآ كل كل مرد. كل مرد. كل آآ مرد. كل مرد. جيب شرفت النورت. كالعاد فاروق. كالعاد نورت. كالعاد نورت. شكرك يا محمود. انا عارف ان انت برضو الوقت معك معلش. 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 هنحكيها مع بعض رحمة. بصفوزر دي عندنا. ماشي. يعني ان شاء الله مباراة كبيرة بين الاهل والزمالك. حتى نعين مع حضراتكم يوم الجمعة القادمة. ان شاء الله بعد مباراة السوبر. فحلقة خاصة بإذن الله. أهم حاجة المباراة تطلع حلوة. مباراة محترمة. مباراة طاليك بالاهل. طاليك بالزمالك. طاليك ايضا بالنادي الاهلي. على ارض الامارات الشقيق. ان شاء الله اشوفكم يا رب. على الف خير.